هاي العدد الان وصلنا اكتر من ستين شخص من نيبال من تنزانيا اهلا وسهلا اتصور نبدأ وان شاء الله على ما نبدأ يمكن حنكون بالبداية الناس عندها مجال انها تدخل بإذن الله الله يزيد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الورشة التفاعلية من انتحاد رعاية الايتام الذي اتبدأناها السنة الماضية باسباب كورونا وورشتنا هذا اليوم هي موضوع تنمية الموارد للمؤسسات العاملة مع الايتام وبداية ابرك لكم قدوم الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك الذي يعني يبدأ غدا بإذن الله فكل عام وانتم بخير نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون شهر خير ورحمة على الجميع بإذن الله واهمهم هؤلاء الاشخاص الذين يعيشون في المخيمات او الذين هم يعني انقطعت بهم السبل ويسعدنا اليوم ان يكون معنا في ضيفتنا استاذنا الكريم ومعلمنا الدكتور هاني البنة ونعطيه يعني دقيقة للتحدث دكتور قبل ما نفتتح برنامجنا وبعدها ايضا معنا ضيفنا الكريم من كندا صاحي مبكرا الآن الساعة 9 صباحا في كندا الدكتور عبد المنعم الدائمة فنعطي بداية لدكتور هاني كلمة لحضرتك دقيقة وبعدها نتكلم لدكتور عبد المنعم ونبدأ برنامجنا بإذن الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله بشكركم جميعا على حسن ثقاتكم بنا بيا وبالأستاذ عبد المنعم وان شاء الله نهنيكم بشهر رمضان وكونوا من الفائزين الغانمين بإذن الله سبحانه وتعالى وربنا يسر لنا أمرنا كلنا في رمضان وبعد رمضان وأتمنى أنه سيطرحه الأستاذ عبد المنعم علينا جميعا وكون هي علامات للطريق في كيف نعمل في هذه المنظومة الإنسانية فضل يا فادي دكتور عبد المنعم الماكريفون على الحضرتك السلام عليكم ورحمة الله شكرا أخي فادي على هذه الثقة والفرصة وتحياتي لكم جميعا رمضان مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعا أنا يشرفنا أن أكون معه أستاذي ومعلمي دكتور هاني البنة وأن يعني يلتقي ببعض الإخوة من مختلف الدول والحديث على موضوع هام جدا يعني يهم كل الجمعيات العاملة في هذا المجال اللي هو تنميث الموارد وأكيد عدد كبير منكم مطلعين على محتوى ولكم زاد في هذا المجال لكن نحن اليوم نريد أن نتبادل الخبرات ونتناقش في هذه المواضيع المهمة ونتبادل الخبرات وننقل يعني بعض العادات السليمة أو نتطرق للأخلاقيات لعمل تجمع التبرعات وكذلك التقنيات يمكن تكون جديدة لدى البعض يمكن تكون يعرفها بقية الناس وإن شاء الله نتحدث في أتباع إن شاء الله خلال الورشة إن شاء الله حياكم الله أهلا وسهلا بكم ونبدأ إن شاء الله مشاركة الشاشة واعتبارات بسيطة قبل أن نبدأ ورشتنا وهي أنه أي تفاعل لو سمحت ممكن كتابته في الدردشات زملائي وزميلاتي موجودين ممكن أن يساعدكم في أي شيء لأي أسئلة يفضل أن توضع في الـ Q&A منطقة الأسئلة وفي مدونة السلوك البسيطة هي نسعى أن تعقد ورشنا في بيئة ودية وأمنة وشاملة ونقدر في اتحاد رعاية الأيتام مشاركة الجميع المتحدثين والحضور ونسعى أن يستمتعوا بالورش والمحاضرات التي نقدمها الرجاء عدم تسجيل الورشة بأي شكل من الأشكال حفاظا على حقوق الملكية الفكرية سواء للضيف المحاضر أو لاتحاد رعاية الأيتام وبرنامجنا اليوم هو تنمية الموارد وسنتحدث عن لماذا يتبرع الناس أنا سأكون أحد المشاركين في إدارة البرنامج والتحدث أيضا الموضوع الثاني مصادر التمويل والموضوع الثالث هو الإجراءات القانونية لجمع التبرعات وختامها مسك مع دكتور هاني البنة وهو سيتحدث صراحة بطريقة المحسن أو المتبرع نفسه معلومات مهمة جدا ستسمعوها تقريبا قبل نهاية جلستنا اليوم وضيفنا الدكتور هاني البنة وهو حاليا رئيس منتدى العمل الإنساني العالمي ومركزه في المملكة المتحدة بريطانيا الدكتور هاني له أكثر من 37 أو 40 سنة في العمل الإنساني وهو مؤسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم التي مركزها بريطانيا وتعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم وحاز على العديد من الجوائز في العمل الإنساني وحتى دكتوراه فخرية غير الدكتوراه اللي هو مكتسبها علميا وأيضا مؤخرا السنة الماضية جائزت إبوتو من جنوب أفريقيا إذ الحقيقة لو أتحدث عن الدكتور هاني لا تسعنا مدة الورشة وضيفنا وصديقنا العزيز الدكتور عبد المنعم الدائمي وهو شريك في الكشافة نحن سويا خرجي الكشافة وهو خبير دولي في العمل الإنساني وحاليا موجود في كندا عمل في لبنان وعمل في تونس وممكن أن تسألوا أين عمل أكتر يعني عمل في عدة منظمات محلية ومنظمات دولية وهو خبير دولي في العمل الإنساني وحتى هو عضو في مجلس أمناء في بعض المنظمات في العمل الإنساني في سويسرا وغيرها ومحدثكم فادي إسكندراني وأنا حاليا المدير التنفيذي لاتحاد رعاية الأيتام ونبدأ في سؤال لماذا يتبرع الناس ولو تشاركوني على التشات أنا سأذكر خمسة أشياء هي لماذا يتبرع الناس الأنا أو التكافل الاجتماعي أو الثقة أو الإيثار أو التخفيض إذا ممكن على التشات تكتبوها كما ترونها 1 2 3 4 5 هل وجد نظركم تخفيض الضريبة هو رقم واحد هل الثقة هي رقم واحد إذا ممكن تشاركون فيها على التشات التكافل الاجتماعي لغاية الآن 3 يقولوا التكافل الاجتماعي يعني كل ما كان فيه مساهمة يتعدنا التكافل الاجتماعي الأجر والثواب يعني الإيثار حوال الأجر والثواب الإيثار تقربا إلى الله ممكن نعتبرها مع الإيثار إذا كانت شركات من التخفيض ولكن الأولوية هل ممكن شخص يكتب 1 2 3 4 5 5 نيل الأجر الأخرى وهو الإيثار ممكن تعتبره الإيثار طيب نستفيد من وقتنا وصراحة أعطيكم ماذا كانت نتيجة الأبحاث التي كان سببها وأرجو التركيز أن نحن نتحدث الآن عن ستة أسباب للتبرع والسبب الأول هو كان الإيثار كان 84% والسبب الثاني كانت هي ثقة وهذه لاحقاً سيتحدث عنها الدكتور هاني صراحةً بعدة طرق وهي مهمة جداً المسألة الأخرى كانت تكافل الاجتماعي رقم 3 والمسألة الرابعة هي الأنا والمسألة الخامسة كانت التخفيض الضريبي طيب نحن قلنا ستة أسباب هل ممكن على تشات من ممكن يفكر ما هو السبب السادس؟ إنساني الزكاة باعتقادكم ما هو السبب السادس الوازع الديني ممكن الاستدامة الشعور بالمسؤولية الإنسانية حتى الزكاة يعني السبب اللي أنا هذكره الآن قد يكون يعني تكون الزكاة بسببه أيضاً الرحمة الزكاة العاطفة طيب هل هناك أي مشاركات أخرى؟ تراحم أهداف شخصية ذكرناها بالآن الأهداف الشخصية التراحم ممكن كمان تدخل الكفارة كمان نفس الشي طيب أنا إذا تسمحوا لي أهم سبب للتبرع واللي هو هذا بناء على الأبحاث هو الطلب أنك أنت تطلب التبرع حتى الزكاة يعني أخوانا أخواتنا في العديد من الناس ممكن عليه واجب الزكاة هو لا يدري فبالتالي مسألة حتى الطلب قد تكون وازع ومساعد في هذه المسألة ونأتي إلى الموضوع الثاني وهو مصادر التمويل أنا الحقيقة كتبت سبعة مصادر للتمويل البعض يقول أربعة البعض يقول خمسة ممكن حتى نجزئها أكثر ولكن أنا وجدت أن هناك سبعة مصادر للتمويل يعني عندما بدأنا العمل في العمل الخيري مع أستاذي الدكتور هاني من أكثر من 30 سنة كان رقم واحد بالنسبة لألنا لجمع التبرعات هو المجتمع المحلي وكان أساسي جدا صراحة هو كيف نتفاعل مع المجتمع المحلي المسألة الأخرى هي المسؤولية المجتمعية الشركات التجارية وليس شرط أن تكون فقط هي مسألة التهرب الضريبة لأن مسألة المسؤولية المجتمعية الآن صارت هي كمسؤولية من الشركات العملاقة اللي صار عندها المليارات أنه أنا ماذا يجب أن أسام في هذا المجتمع وليس فقط كما قلت الضريبة المسألة الثالثة هي استخدام التقنية الرقمنة المسألة الرابعة هي الوصايا والأثلاث حنتحدث عن هذه الأشياء صراحة باختصار وبعض الأشياء اللي حسيناها مهمة حيتطرق إلها الدكتور عبد المنعم بتوسع أكتر المسألة الرابعة هي تنمية الوقف أنا لم أقلت الوقف قلت تنمية الوقف لأنه ممكن واحد اثنان ثلاثي أربعة يساهم إلى تملك وقف وتنمية وقف وبعدها بصير الوقف هو منتج لعملنا المنظمات الدولية والجهات الحكومية ووضعت صراحة وكالات الأمم المتحدة وضعت لوحدة البعض ممكن يحطها مع رقم ستة ولكن أنا فضلت أني أضعها لوحدة والآن المغرفون عندك أخي دكتور منعم شكرا أخي استاذ فادي كما تحدثت هناك يعني طرق عديدة لتمويل مشاريعنا الإنسانية ولتمية الموارد وكل مؤسسة يعني حتى من حاضرين هنا يعني أنا أحيانا بعض المؤسسات يعني تعتمد فقط على دعم المواجهات المانحة أو دعم المؤسسات في دول الخليج أو في دول أوروبا ولا يعني تقوم بأي جهد لتمية مواردها الخاصة لكن الخير موجود في كل مكان الآن أنت تنزل يعني تنزل الصمار وتقدر تجمع تبرعات في الصمار تنزل غزة ما شاء الله تليد مين يتمرع في غزة يعني ينفق إنفاق كبير لفائد مشاريع إنسانية داخل البرد أو خارج البرد فالخير موجود في كل مكان يعني ينبغي فقط من المشرفين على المؤسسات الإنسانية أن يبذلون جهد ويصير يعني يعتمدون طرق مبتكرة طرق بسيطة جدا المجتمع المحلي أولا يمكن إنسان من خلال التواصل مباشر مع الناس يعني تواصل مباشر مع الناس سواء كان من المقربين نسان يبدأ من المقربين أو من يعني باستعمال دعاية جيدة المتبرعين يعني يأتون للمكتب أو من خلال زيارات للبيوت هذه التخليلات تواصل مباشر في فكرة السوق الخيري يعني سواء من خلال تنظيم لوجستي لسوق خيري وإيجار المكان وتحقيق جزء من الأرباح أو الأهم للسوق الخيري الذي تنظمه الجمعيات من خلال بيع منتجات المنتفعين أو الأرامل أو منتجات الأيتام فهذا مهم جدا هذه التاريخة مميزة كذلك المسألة الأخرى الحفلات الخيرية سواء كانت منشدين أو يعني هناك عديد من الحفلات هذه لها أولا تقدر تكون بعض ثقافي وتقدر يكون يعني تنمية المواد وكذلك للتعريف بأنشطة المنظمة من خلال تجميع ألاف أو مئات الحاضرين أو من خلال الأنشطة والمهرجانات يعني عديدة الأنشطة التي يمكن أن نقدمها سواء كان للأطفال أو يعني فئات عديدة من المجتمع أيضا من خلال المعارض يعني معارض مزادات علنية مزادات صامتة فعادة المزادات تقوم على بيع منتجات أنتجها الأيتام أو أنتجها المنتفعون من برامج المؤسسة وتكون لها قيمة رمزية أحيانا رسمة صغيرة بسيطة للتيم المكفول تباع في مزاد علني إنساني في حفل خير كبير تباع بقيمة أحيانا لا نصدقها أصلا بالملايين فهذه مهمة جدا ولازم يعني يجب على الجمعيات أن تقوم بتجربة سواء كان كل هذه أو تتخصص في مسألة طريقة معينة للتمويل مور ناكس تاخير فكذلك في من تبرعات من خلال المساجد ودور العبادة يعني أحنا للأسف في سنة الماضي تعطلت أغلب الصلوات في المساجد وأغلقت المساجد للأسف في جبراء الفيروس كورونا وسنرى في بقية الورشة ما هو الحل لذلك فالمساجد تلعب دور كثير كبير جدا في موضوع جمع تبرعات وأغلب المساجد الإنسانية تنطلق من المساجد يعني رواد المساجد أغلبهم المتزمون الذين يرغبون في تبرع الصدقات والزكاة ويعني صراحة حتى الخطاب المستعمل داخل المسجد يؤثر بطريقة إيجابية من ناس التبرع والإنفاق أيضا من خلال المدارس والمعاهد والجامعات وتتعدد الطرق جمع التبرعات وهذا وتنطلق حتى من الطفولة أنا الآن عايشي في كندا بناتي كل تقريبا أسبوعين ثلاثة في المدرسة يقومون بحمل الجامعة تبرعات لهدف برنامج إنساني معين ويغرسون حب العمل التطوع والتأثير والقدر على التواصل مع الناس من الصغر وهذه مسألة مهمة جدا أيضا أنا شفت في عدد تأثير من الدول الخليج خاصة الأكشاك والأكشاك حتى في لبنان من جمعية الرعاية أصدقاء من جمعية الرعاية يعني أكشاك في وسط المدينة وناس تأتي وتسأل على العمل الإنساني وهذا يعني مباشرة تشتري قصاصة معينة تتبرع من خلال دعم مشاريع الأيتام أو دعم مشاريع الصحية أو غيرها من المشاريع وهذه طريقة جيدة ومباشرة وأنت تمشي للمواطن وللمتبرع إلى مكانهم يعني حسن اختيار المكان لنصب الكشك مهم جدا وكذلك حسن اختيار المتطوعين والمشرفين على عملية الأقناع مهمة جدا بالنسبة للموضوع الآخر هو التحديات والأنشطة التي نقوم بها مثلا يمكن تعمل سباق والناس المشاركين يدفعون مبالغ للمشاركة هنا بعض الأمثلة الحية التي نظمناها في كندا في حتى بعض الزملاء رمر حالهم من الطيارة يعني هذه الغوص في الفضاء يعني يجمع تبرعات لموضوع معين موضوع تحديات هذه أنت تقوم بعمل تحدي لهو صعب وتقنع الناس لدعمك لأنك تقوم بالتحدي هذا لتجمع تبرعات لهدف لمشروع إنساني معين مثلا هنا في البايك فور بوسنيا لأنه احنا نعرف الرحلة طبعة 25 كم ما بين توزلو و سربرينيتسا يعني عادة لتخليط ذكرى مذبحة سربرينيتسا ففي هذه الذكرى الاحتفالة السنة الماضية قمنا بتحدي 25 كم بايكينج يعني باستعمال الدرجات وشاركوا فيها عدد كبير من الناس وكل مشارك يدفع مبلغ تقريبا 300 دولار لدعم المشاريعنا في البوسنة نفس الشيء تحديات في موضوع التجديف تحديات في مواضيع عديدة في دورات كرة القدم تحديات لسعود أعلى قمة في العالم كذلك دورات مشروع انسباير لتطوع الدولي كل هذه برامج يعني نترك المجال الجمعيات لتعطي برامج فيها جاذبية للمجتمع مش فقط يعني يمكن لما تيجي تطلب مباشرة من المتبرع عشان يتبرع لك 100 دولار ما يتبرع لك 100 دولار لكن لما تدخلها في إطار برنامج شيق يستفيد منه هو أو ابنه أو جاره أو المؤسس تابعه فينطلق ويشارك ويدفع حتى أكثر من المتوقع وإحنا ليس حاجتنا بس بالمتبرع الحال وإحنا نحتاج وصول المعلومة لأكثر عدد ممكن من محيط المتبرع العيائلته والزملائه فيصير هو دال على الخيار فبدل أنك تستخدم فقط شخص واحد مهتم بالمشروعك الإنساني تكون مؤثر في محيط هذا الشخص أكثر تفضل الله أخي فادي تصور النقطة القادمة لك أنت الموضوع الثاني هو المسئولية المجتمعية ونتمنى أن تكونوا معنا في الأسبوع القادم يوم الأثنين عندنا موضوع المسئولية المجتمعية تضافر الجهود لتنمية قطاع رعاية الأيتام الأثنين 16 أبريل إن شاء الله بإذن الله مع الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسئولية المجتمعية والماكريفون عند حضرتك دكتور منعيم يعني لما تحدثت على مصادر التمويل للجمعيات منها الرقمي والرقمية مثلا مهمة جدا كل العالم يعني عرفت قيمة الرقم السنة الماضية لأنه سنة 2020 كان عام سبحان الله لا مثيل له نحن الآن إلى حد الآن في ارتدادات هذا ما حدث في أزمة كورونا يعني في العادة اللي الناس كانت تفرح ما بيننا يكون يقول لك أنا نكون إيجابي لنكن في السنة الماضية والسنة هذه لما إنسان يبدأ صار يفرح لما يكون تحليل وسلبي وكانت يعني كل شيء الإيجابي وسلبي كان يعني يعني يعمل موضوع الإيجابي يعمل خوف لدى شعور الناس الآن فعالم شاهد صور يعني لا مثيلة لها أول مرة نشوفه يعني الحرم المكي فاضي أول مرة نشوفه الشوارع المدن الكبرى في العالم فاضية أول مرة نشوفه يعني طائرات فاضية العالم يعني شاهد فترة لا مثيلة لها فتعطرت الأشغال وتعطرت المساجد حتى الجمعية الإنسانية ما صار فيها يعني كل العالم انتلقت للرقم يعني الناس اللي كانت معاولة على المساجد فقط لجمع تبرعات خلال رمضان الماضي يعني تضررت بشكل كبير فمسألة الانتقال الرقمي صار الانتقال الرقمي صار مسألة حتمية صارت الإعلامي صار المذيع يقوم بالعمل من البيت صار المعلم الرياضة يكون ينقل دروس الرياضة من البيت الطبيب كل شيء صار عن بعد ولذلك إحنا كمؤسسة إنسانية إذا كان الناس مش جاهزة البنية تحتية تبحها جمعيات ما عنداش موقع واب فكيف حتتواجه هذه المصاريف وهذه كيف حتجمع مداخيل لتغطية تكاليف مشاريحها الإنسانية فمثلا الانتقال الرقمي صار ضروري حتمي وكل جمعية لازم عليها إنشاء موقع واب وتركيز نظام لاستقبال التبرعات عبرها يعني هذه مسألة صارت هامة جداً يعني عدد كبير مننا استسألوا تقول أنت عندك موقع على الواب يقولك نعم عندي موقع على فيسبوك فيسبوك هذه مسألة رديفة ولكن لا تعوض موقع على الواب موقع على الواب فيها يعني تبع المؤسسة فيها تعريب بالمؤسسة فيها يعني كل المعلومات الخاصة والتقارير المالية ونحن نتحدث بعدين على موضوع الشفافية وضرورة نشر التقارير هذا وين؟ مش من خلال فيسبوك فيسبوك له جمهور والإنستغرام له جمهور ولينكدين له جمهور لكن الجمهور اللي يجمع الجميع هو موقع على الواب فمسألة هامة جدا في نفس الوقت تعمل صفحات أخرى يعني على المنصات التواصل الاجتماعي يعني هذه الانجاجمت لضمان أن الناس تعرف مشاريعك وبرامج وتتأثر بها حتى تروح للويب سايت وتعمل التبرعات تبعكم ضروري جدا أنه تعمل قاعدة بيانات للمتبرعين وتحديثها يعني أنا في ناس تقولوا أنا عندي المتبرع هذا يعطيك العنوان تبعه اللي صاروا خمس سنوات الرجل غير أربع بيوت ونت لسه ما حدثتش قايمة التبرعات تبعك يعني المتبرعين قاعدة بيانات مهمة جدا يعني أنت لازم تعرف مين المتبرعين تبعك مين أقسامهم تصنيفهم وين يسكنوا إيش الاهتمامة تبعهم مسألة مهمة جدا لازم تعرف جمهورك المستهدف من خلال مشاريعك ناسي من خلال حمراتك الدعائية لبرامجك كذلك لازم تكون لكل جمعية خطة تسويق مدروسة تبنى يعني على مقاس الجمعية وعلى مقاس مشاريحة ومقاس المجتمع اللي هي فيه فمش نفس الشي اللي يمشي في لبنان اللي هو نفسه يمشي في السعودية ويمشي في تونس وفي كندا كل بلد عنده طبيعة معينة وعنده واقع معينة فموضوع هذا مهم جدا ونفس الشي لازم هناك ارتباط وتنسيق كبير ما بين فريق الماركتينج داخل المؤسسة وفريق البرامج لازم أنه لما أنت إنسان تعمل دعاية لمشاريعك عشان يعني تحشد الدعم لمشاريعك الإنسانية لازم تكون عندك مقترحات مشاريع مميزة ومدروسة بطريقة مهمة وما فيهاش لبس ما فيهاش يعني واضحة يعني لما يكون المشرفين على تنمية الموارد داخل المؤسسة لازم يحكي مع المتبراء لازم يحكي على قاعدة سليمة عنده في يده يعني دراسات مشاريع واضحة فها ما فيهاش مشاكل نفس الشي كنا حتحدثنا على موضوع الفهم العميق للجمهور المستهدف لازم تعرف الجمهور تبعك يعني إيش المسألة تهمه إيش البرنامج لما تحب تقولنا نحب نعمل نشاط أو معرض لو أنت جمهورك أغلب المتبرعين تبعك يهمهم الثقافة يهمهم موضوع الرسم يهمهم مسألة مثل هذه تعملها معرض في هذا الإطار لما جمهورك أغلبه مهتم بالرياضة والكرة والبلاي ستيشن ومش عارف إيش تعمل برامج وأنشطة تتماشى مع طبيعة الجمهور طبيعة الجمهور تبعك يعني شفنا إحنا نتوصلنا كذلك من خلال زياراتنا للفيد وتعاملنا مع الجمعيات عدد كبير من الناس تفتقد لي خبرات في هذا الإطار وتتطلب بناء قدرات في هذا المجال يعني صحيح تحدثنا كثيرا الآن وتحدثنا على أفكار عديدة أين كنت نفيذها تحدثنا على موضوع الانتقال الرقمي وضرورة تطوير الانتقال الرقمي لكن في ناس يعني في جمعيات لسه يعني تنتظر من يقدم هذا الدعم ويعني إن شاء الله من خلال اتحاد رعاية الأيتام نحن جاهزون إذا كانت أي فرصة لتقديم دعم لكل الجمعيات نحن جاهزين إن شاء الله فقط لأننا نحتاج التنسيق مع الإخوة هناك منصات ندفع من خلالها تبرعات المتبرعين يدفعون من خلالها أولا الموقع الويب تابعة الموسطة نعرف أن بعض الموسطات يعني بعض الدول تمنع الدفع بالكريدت كارد للأسف الشديد وأننا ندعي موضوع الكريدت كارد هذه والتبرع عبر الإنترنت مسألة مهمة جدا للجمعيات ولكن في نفس الوقت تسمح بموضوع الاسمس يعني الرسائل النصية في دول أنك تمشي المزودين للاسمس وتقدر تتفق معهم أن على كل رسالة نصية أنا مثلا نحب نتبرع الدولار هم اختطعوا مبلغ بسيط والباقي يجي للجمعية فهذه فيه مع بعض الدول تسمح بذلك في منصات التمويل الجماعي هذه منصات مهمة جدا وصارت عملت نقلة نوعية في موضوع العمل يعني في تبرعات الجمعيات حتى في الدولة اللي فيه تطبيقات في موضوع الفندريزنج يسمح لبعض المنصات بالنشاط والجمعية تعمل يعني نعطيك بعض الأمثلة أنا هنا موضوع المنصات لتمويل الجماعي أخي فادي يعني هذي نحن نحكو الوسائل اللي نوصل بها للمنصات اللي هي إيميل يعني فيه جمعيات عندها داتابيس ولكن ما تستعملها يبعثين ميليات للناس قبل رمضان أم أنا الآن على المحاضرة هذه ما شاء الله شباب اتحاد رعاية الأيتام نشطين جدا ووصلون تقريبا أربع تذكيرات على هذه المحاضرة فعندهم قاعدة بيانات تقريبا فيها عشر لف شخص محينة بطريقة واضحة يرسلون الإيميلات بطريقة يعني دورية وبطريقة ممنهجة نفس الشيء استعمال الإعلام وسائل الإعلام يعني سواء الإذاعة أو تلفزيونات أنا شفتها خاصة بريطانيا متقدمة جدا في هذا المجال قنوات الحوار وغيرها تفتح المنصة تباحها عشان الناس تعمل تبرعات على موضوع معين تسادع الجمعية تعرض الفيديوات تباحها ويكون فيه متحدث يقنع الناس الكبرعات عبر المواصل يعني مواقع التواصل الاجتماعي عبر رسالة البريد التقليدي تبعث ليسالقة برمضان هذه مكلفة سنرى الفرق يعني بعد يعني لحظات هذه بعض الأمثلة من منصات التمويل الجماعية crowdfunding pages يعني أنت تدخل واحدة من منصات هذه تعطي الفكرة تبعك تحدد التارget يعني الهدف المنشود اللي حب تبلغه وتعمل الفترة تبعه وترسل الرابط لمتابعين للجمعية يعني بالسماس أو بكذا والناس يدخل للرابط هذه المنصات هذه السوق مفتوح يجيها الناس أي إنسان خاصة في شمال أمريكا وفي أماكن عديدة في ناس تحب تتبرع ولكن ما تعرفش لمين تتبرع تدخل لهذا السوق عندك ألف دولار أنا نحب ندفع الأكثر من كوز يعني أدفع أكثر من مشروع إنساني يدخل مثلاً إذا كان في ذهنه غزة يكتب غزة ويشوف أيش المشاريع عجبه هذا يتبرع إذا كان يحب مثلاً يدفع للروهينجا يدخل ويشوف أيش المشروع للجذاب ويتبرع فغير جمهورك أنت اللي حتوجه المنصة هذه بالذات توفر مجال مئات الألاف من المتبرعين يجب بطريقة عفوية خاصة في آخر رمضان في ناس تنظم تبرعاتها بطريقة دورية يعني كل يوم ندفع عشر دولار والسيستم يفرق على كل الحملات فيجيك أموال بطريقة ما أنت ما كنتش حتى داري عليه فهذه هي موضوع لمنصات التمويل الجماعي أخي فادي نشوف نحن فرق هنا مقارنة بين كيف تصل ثلاث ألاف شخص أخذيتهم الإنترنت فإنكم تكون الأرقام غير محينة يعني أنت كيف تصل ثلاث شخص من خلال التقليدي والإلكتروني التقليدي مثلا لو ابعتتهم بالبريد المباشر حيكلفك الأمر تقريبا ألف دولار زيادة على التعطيل في الطريق لما يوصل أو يوصل ومش عارف إيش هذا بالنسبة للبريد المباشر بالنسبة المجلات تأخذ منك تقريبا 500 دولار بالنسبة للجرائد أقل شوي والإذاعات أقل شوي لكن نما تقارنها بتقنيات التواصل الشيماعي حيكلفك الموضوع عن مسألة بسيطة الآد الآن على الفيسبوك تقريبا 10-20 حسب نوعية الآد وحسب البلد وين ستعمل التارجت تبعك فالعملية لما تشوف حسب الموازين دعم الميزان المصاريف حيكون أخف كثيرا تكلفة الوصول للناس من خلال الإكتروني ويكون موجه تعرف مين جمهورك أنا أتقول مثلا أنا نحب نأخذ الناس التي تتفرجوا في برنامج الشريعة والحيط على الجزيرة نحب أنا نعمل نستهدف هذا الجمهور وتقدر أن تدفع الفلوس في هذا الإطاء فهذه مسألة تقنية يعرفها أغلب التقنيين فتحتاج تدريب وبناء قدرات في هذا المجال أكثر نتصور وصلنا لهذا النهاية فقرتي أنا أخي فادي فضل أخي مش سمعينك أخي فادي مسألة الرقمنية مسألة مهمة جدا نحن في اتحاد رعاية الأيتام يعني مثلا جوجل على سبيل المثال تقدم منح كثير للمؤسسات الخيرية وتقريبا الآن صارت بتغطي مناطق كبيرة سابقا كانت أمريكا بعدين أوروبا والآن وصلت حتى أعتقد العالم العربي لموضوع الإعلام جوجل أد نحن مثلا نفتح إيميلاتنا كليات على جوجل مجانا هذا كله أما لو أنت تجاري تدفع على كل إيميل خمسة دولار يمكن شهريا الآن الموضوع الثالث هو موضوع الوصايا والأثلاث وأتحدث فيها بسرعة تمثل الوصايا حقيقة الوصايا بالنسبة للإرادات في المنظمات الإنسانية في الغرض تمثل حقيقة نسبة كبيرة على سبيل المثال مؤسسة ماكملا التي تشتغل بموضوع السرطان يعني البحث عن السرطان أو دعم الأشخاص الذين لديهم مرض السرطان تجمع تقريبا أكثر من 100 مليون هي بسترليني 77.7 مليون جنيه تقريبا 100 مليون دولار من الوصايا سنويا من إراداتها وفي بريطانيا مثلا على سبيل المثال في 2019 120 ألف إنسان أوصى بجزء من ماله للأعمال الخيرية ومتوقع يرتفع هذا العدد إلى 200 ألف إنسان في 2045 فالشاهد المسألة أن مسألة الموارد الوصايا والأثلاث مسألة مهمة جدا الموضوع الأثلاث الحقيقة نحن كمسلمين يمكن للإنسان أن يوصي بثلث ماله للتبرع لا يمكن أن يقول مالي كله للعمل الخيري ثلث المال يحق له التصرف فيه ويعني هذه المسألة بالذات للمؤسس التي تريد أن تشتغل فيها تحتاج إلى إنسان شرعي عنده خبرة في هذا المجال تحتاج إلى المحاميين هي ليست مسألة أنه فقط الوصايا والأثلاث إنما تحتاج شغل نحن هدفنا اليوم أن نلقي الضوء على عدة مصادر الموارد المالية تحدثنا عن الديجيتر بشكل مسب مع الدكتور منعم لأن مسألة مهمة جدا جدا الدكتور هاني سيعطينا المواضيع الأخلاقية لاحقا إنما نحن نريد أن نلقي الضوء على هذه الأمور وعلى المؤسسات أن تبدأ العمل عليها هذا البرنامج صراحة الذي نتحدث عنه اليوم خلال ساعة ساعة ونص احتمال نصل إلى الساعتين هو يحتاج برنامج تدريبي مدت بالعادي ندرب على مدى عشرين يوم قيمة أموال الوصايا في بريطانيا وصلت إلى 3.3 مليار دولار في العام في السنة ومتوقع أن تصل أموال الوصايا خلال الخمس سنوات القادمة إلى أكثر من 18 مليار دولار أنا تقريبا هي الأرقام بسترليني وحاولت أني حطها بالدولار الأمريكي فإذن مهمتنا نحن كمؤسسات خيرية تعمل في العمل الخيري الوصول إلى المحسنين المتبرعين في البلد الذي نعمل فيه إقناعه كيفية إقناعه الدكتور هاني الآن سيتحدث معكم لاحقا سيعطيكم تقريبا 37 نقطة لما يجب أن تكون عليه المنظمة لحتى تصل ولكن هي مسألة مهمة جدا في منطقة الخليج العربي صراحة مستوى الوضع الاجتماعي والاقتصادي أفضل المسألة موجودة عندهم مسألة الوصاية والأثلاث الأوقاف كما تحدثت سابقا نحن يجب علينا أن مؤسسات خيرية أن نعمل لتنمية أوقافنا وهنا أريد أن أتحدث أن أنت تجمع المال من أي إنسان ممكن أن تجمع المال مرة وحدة من متبرع من حكومة وممكن أن تجمع المال من أفراد وأن يكون المال هو الموقوف وبالتالي في هذا المال ممكن أن تعمل فيه مشروع أعطيكم نموذج نحن جمعنا مبلغ من المال للمؤسس اتحاد رعاية الأيتام تملكنا الآن عقار في إسطنبول من ستة طوابق نشغل منه طابق واحد للمكتب وخمس طوابق مؤجرة الآن بالنسبة لأن للاتحاد دايمومة استقرار أنا مش مضطر كل مرة صاحب العقار يقول لي يا فادي انتهى تاريخ الاستئجار وأنا أريد المكان لو سمحت اطلع هذه مسألة المسألة الثانية اللي أنا عندي مردود شهري والمسألة اللي هي أنا كتبتها أنه ليس فقط أن يكون العقار هو الوقف للأسف بعض الناس تعتقد عندما نتحدث عن الوقف يذهب ذهنه مباشرة إلى هو عقار هذا ليس مش يجب أن يكون بهذه الطريقة المشاريع الوقفية مشاريع عديدة ممكن يكون منها مطعم مثلا بلدية اسطنبول تقريبا أو أغلب البلديات حتى في تركيا عندها مطاعم منتشرة في كل تركيا تعملها موارد شهرية ممكن شركة سيارات أجراء ممكن غرف فندقية ممكن تتملك فندق ممكن رفوف وقفية في السوبر ماركت أجهزة تؤجرها في المستشفيات الأفكار بالنسبة للأمور الوقفية أرجو أنه لا تقف عن أنه فقط أن تكون عقار المصادر الأخرى اللي صراحة يتحدث عنها الجميع وقد يكون ممن حاضر معنا هو خصائي فيها جدا هي الموارد المالية من المنظمات أو ما نسميه المؤسسات بالإنجليزي منقوله الانستيتيوشنال فاندريزينج وهي هذه صراحة لديها مكانين هي أما المؤسسات وأما الحكومات البعض يعتقد أنه هل الحكومات عندها أموال لي أنا كمؤسسة خيرية نعم الحكومات لها أذرع مثل هذه المؤسسات سيدة هي السويدية جي آي زاد الألمانية ديفت كانت سابقا في بريطانيا الآن انضمت مع وزارة الخارجية مع أف سي دي أو صارت فهذه الحكومات لديها أموال أيضا السفارة في بلدك لديها أموال وممكن أن تدعمك إنما الشروط سنأتي عليها لاحقا حتى تدعمك المؤسسة بعض الشروط وجود التسجيل القانوني ولا بس ما يعتقد إنسان إذا أنا سجدت مؤسسة الشهر الماضي ممكن هذا الشهر أني أقدم على الانستيتيوشنال مؤسساتي هذا الكلام غير صحيح يجب أن يكون زمنية مر عليها هذه المؤسسة أقلها ثلاث سنوات يجب أن يكون هناك قائمة بالإدارة كاملة يجب الالتزام بالحوكم الرشيدة وهذا صراحة كل المؤسسات تطلبها الهيكل التنظيمي للمؤسسة هذا مهم جدا وبالتالي من هم مجلس الأمناء في ناس تعتقد أنه أنا عملنا اشتغلنا ميزانيتنا السنوية عشرين مليون نحن نعمل في عدة أماكن ولكن مؤثر جدا من هم مجلس الأمناء حتى المؤسسات الدولية تريد أن تعمل معك المسألة الأخرى هي وجود سياسات سياسة مشتريات سياسة الموظفين سياسة الحماية سياسة العدل ما بين الجنسين كل هذه الأشياء ولكن ما نريد سياسات مقتوبة على الورق نريد سياسات مطبقة ومعمول بها وتحتاج إلى خطابات تزكية من شركاء إما عملت معهم سابقا أو من جهات معروفة خطابات تزكية حقيقية وليس خطابات تزكية فقط لمجرد الحصول على التمويل هذه بعض المصادر صراحة الفكرة بالنسبة للموارد المالية من المؤسسات أنت لا تعتقد في قرار نفسك أنك حديث العهد عليها ممكن أن تصل إليها تحتاج شخص خبير وعنده الخبرة في هذا المجال وبنى فيها سنوات من العمل وهذه المؤسسات الدولية كلها بتحط مشاريعها على منصات هذه بعض المنصات التي ممكن أن تجد عليها أموال إذا طبقت الشروط الموجودة في الصفحة السابقة ممكن أن تحصل على الأموال من هذه المؤسسات هذه ليست المنصات الوحيدة على الأكيد في منصات عديدة أخرى أما بالنسبة للأمم المتحدة فأنا حبت أني حطها إلى وحدها البعض يعتقد أن الأمم المتحدة هي أوتشا منظمة العمل الإنساني فقط أو البعض يعتقد هي وكالة اللاجئين أو البعض يعتقد وكالة العمل الأمم المتحدة لديها دكتور هاني على الأكيد أخبر مني في هذه المسألة العشرات والعشرات من الوكالات التي تعمل في العديد من البلدان ولديها مكاتب ولديها منظومة معينة في التعامل فبالتالي يجب أن تعرف كيف هي هذه المنظومة تحتاج الشخص اللي ممكن أن يساعدك في هذه المنظومة يعني البعض يعتقد أنه منظمة العمل الدولية فقط هي مساعدة من يعمل ولكن منظمة العمل الدولية لديها مشاريع على الأرض وتبحث عن شركاء وتريد من تعمل معه إذا توفرت فيه الشروط التي تحدثنا عنها سابقا من الأوراق المطلوبة على سبيل المثال التي تطلبها وكالات الأمم المتحدة هي سيرة ذاتية سيفي لكل من يعمل في المؤسسة على سبيل المثال نحن أضمنا إلى واشترطوا أن يكون نصف مجلس الإدارة ونصف العاملين من النساء أن يكون هناك مثلا من السياسات سياسة مكافحة الاحتيال الذي يتماشى مع سياسات الأمم المتحدة سياسة هذه مكررة سياسة عدم الاستغلال أو الاعتداء على الجنسين الجي بي في هذه بعض صراحة الأشياء التي تطلبها الأمم المتحدة والآن الميكروفون عند حضرتك شكرا أخي فادي جميل ما تفضلت به تحدثنا على طرق جمعة تبرعات الأموال لكن هناك كل دولة لها كل جمعية عليها أن تعرف قوانين البلد التي تعمل فيها هناك بلدان تسمح بجمعة تبرعات مباشرة في الشارع لكن هناك بلدان تعتبر جريمة عندما تمشي للشارع وتجمع تبرعات بطريقة من الناس وتأخذ أموال من الناس تعتبر جريمة ولذلك هام جدا أن تكون عندك دياراية بقوانين البلد أنا نتصور في كندا مثلا لما تكون الجمعية مسجلة وتحترم القانون وتعطي تقاريرها كل الطرق جمع تبرعات تقريبا مسموح بها مثلا في تونس أعلم أنه لا تستطيع جمع تبرعات إلا من خلال تحصل على ترخيص للاكتتاب العمومي وهذا ترخيص يمكن يسلم تقريبا بعد سنة أو شي هيك العملية مش أمر سهل أصلا وغير قادرة أنك تفتح حساب للزكاة يعني غير قادرة أنك تقول هذا حساب للزكاة أو نجمع الزكاة لأن الزكاة يعني في كثير توجيه أن الزكاة تجمح الدولة إلى جمع المواطنون إلى الجمعيات لبنان أنا شفت عشت في لبنان واشتغلت هناك يعني كان فيه ليونة لأن لبنان الميزة تبحى الجميع يعمل حرية كبيرة يعني كل واحد فيه قوانين البلد لكن فيه ليونة ويعني موضوع جمع تبرعات متاح مع بعض الشروط مش عارف في تركيا وبريطانيا كيف الأمور عندكم بريطانيا تقريباً الوضع القانوني إلى حد ما مشابه لما هو الوضع في كندا أنت بسهولة ممكن أن تشترك مع أي شركة تقدم خدمة لتجمع التبرعات عبر الانلاين عبر الويبسايت ما تحتاج أي شيء إنما على سبيل المثال في تركيا تحتاج إلى موافقة من إدارة الجمعيات هذه الموافقة ممكن تاخد تقريباً أربع شهور للحصول على هذه الموافقة والحقيقة الأسئلة فيها أسئلة صعبة بيسألك من أين المصادر المال كم المبالغ المتوقعة أن تجمعها فبالتالي هي ليست مسألة بسيطة مؤخراً تركيا في القانون الذي صدر في ديسمبر من تقريباً أربع شهور أي إنسان يعمل حملة تبرعات أونلاين بيكون أن يكون أخذ الموافقات القانونية مش فقط يغرم قد يسجن فهذا بالنسبة لتركيا يعني الموافقة الترخيص لعملة الجمعية لأي حملة أو لكل حملة تعملها ترخيص لكل حملة للأونلاين كل حملة مثلاً عمت مشروع لفايدة مشريع الإنتانية في اليمن أو للأيتام عموماً فكل حملة تعملها لترخيص لحالها صحيح حتى لو كنت ستجمع على الطريق هذه تقريباً شروطها الشبه صعبة جداً يعني بنسبة يعني هو صراحةً المؤسسة العمل الخيري في تركيا مش عمل بسيط عمل كبير وموجود والتسجيلة مؤسسة ممكن ولكن البيروقراطية في إنهاء الأوراق صراحةً بيأخذ منك جزئية مهمة صراحةً في مسألة التعامل معها الكويت يعني مؤخراً حسب ما سمعت الجمع النقدي تقريباً صار شبه ممنوع تماماً ممكن أنك أنت تجمع عبر رابط عبر الإنترنت ولكن يجب الحصول على موافقة مثلاً من وزارة الشؤون الشاهد بالمسألة يعني الرسالة التي نحن نريد يعني نرسلها للناس أنه الناس يعتقد في قرارة نفسه أنه التسجيل الرسمي لي كمؤسسة خيرية فهو كارت بلونش خط مفتوح أنا لأجمع التبرعات كيفما أريد هذا الكلام ليس صحيح يجب في كل بلد أنت موجود فيها أن تراعي القوانين الموجودة كل بلد لها قوانينها نفس الشيء لما مؤسسة مانحة تنزل تشتغل في بلد يعني يحتاج مساعدة أيضاً تتواصل مع المؤسسات الحكومية الخاصة بهذه المسألة يعني حتى لو نحن في بريطانيا نريد أن نجمع التبرعات في أحد الأماكن على سبيل المثال على باب محطة قطار نحن نأخذ موافقة من هذه الإدارة فهي صح هي مفتوحة صح مسموح ولكن في أدبيات فهذه هي من الأشياء المهمة لأنه أنا وجدت أنه بعض الناس أنه تتشائم أو تتساءل أنه أوروبا مسموح أمريكا مسموح أما عندنا ممنوع لا الكلام هذا مش صحيح في أي بلد أنت عليك احترام والإجراءات القوانين المطلوبة حتى تقوم بهذه المسألة الشاهد فيها هي قوانين مكافحة الإرهاب التي ظهرت منذ عدة سنوات هي هذا السبب فأنت شفافيتك في المسألة تريح الحكومة وتريح نفسك وتحمي نفسك وتحمي القطاع عموما لأننا لا سمح الله صار خطأ لأنه حيانا لما جمعية ثانية تقوم بالخطأ تؤثر على كل القطاع تصير تضييقات على كل القطاع العمل الإنساني وهذا نشوفوه في بدان عديدة لما لقدها يعني دايما لازم الناس تعرف تحترم القانون لتمشي أمور المؤسستك يعني تمام لأن في بدان عديدة تم إغلاق عشرات المجمعية مئات الجمعية تم إغلاقها بتهم أحيانا ما فيش فساد ما فيش جرائم لكن فيه سوء تصرف من خلال يعني عدم المحافظة يعني تواصيل وصولات أو استقبال كاش أكثر يعني أحيانا أخطاء بسيطة تسبب في نتائج وخيمة على المؤسسة وعلى القطاع عموما الشروط الأخرى من أبرز للإجراءات القانونية هناك تتعرف على هوية المتبرع تم إنسان يجيبك مبلغ مثلا يحولك مبلغ حسابك مئة ألف دولار وأنت متعرفش مئة شخص فأحيانا كم مرة يمكن تقدر حتى ترفض التبرع يقول لك أنا حتبرع لك بهذا المبلغ تقول له وعطيني حويتك مين أنت بارك الله فيك نشكرك ونشكر دعمك للمؤسسة لكن لازم نعمل سكرينيج لازم تشوف دخل اسم الشخص وتتثبت منه خاصة مع الوضع الضغط الصغير على الجمعيات وعلى موضوع تبيض الأموال وخشية من الدعم للإرهاب وتبيض المؤسسة هذه مسائل حساسة جدا ولذلك حتى حيانا يمكن ترفض التبرع لما لا تعرف هوية المتبرع ولا تعرف من وين جاي المصاري هذه أيضا من الشروط أنك تسلم ووصل استلام بكل تبرع أحيانا في ناس تحبك تقع في الخطأ أو أحيانا يعمل لك حتى بعض المؤسسة الحكومات التي تحب مثلا توقع في الخطأ بعض الجمعيات الجمعيات تبعث لك أشخاص ويقول لك لا أنا ما أريد ريسيت تقولوا لا لازم أعطيك ريسيت تحب ترميه بعدين رميه لكن أنا لازم نسجل للتبرع اللي حصلت عليه يعني كاش أو غير الكاش لازم دائما مقابل كل تبرع يخرج من المؤسسة ريسيت مرقما وصل مرقما فيه رقم للمبلغ وفيه يعني الرقم الريفرنس طبعا ريسيت هذا كذلك من أهم النصائح أنه تفادي التعامل خلاصنا الآن طالما فيه إمكانية للأكسس للمنوك وغير يعني تفادي تعامل نقدي أكثر ما يمكن الكاش فيه دول عديدة ذي لمت يعني يعملوا لمت لأقصى مبلغ دين كنت تحصر عليه كاش 500 دولار أو 500 دينار فيها ما كان معينة أو 1000 دولار فكل كنا نحكو على وجوب معرفة واحترام جراءات وخنين للبلد اللي تعمل فيه لازم تلتزم بهذا وجزء منه متعلق بالتبرعات النقدية الكاش أيضا هناك ناس تتحب تعطي التبرعات عينية كذلك هذه فيها ظوابط والظوابط دائعة إن المسألة مهمة جدا في ناس تقولك أنا أعطيك تبرع عيني لك تعطيني تاكس ريسيت مبلغ لموضوع الأسفل هون يجربوا في موضوع المطافة فلاو تحب تمشي اللي بعد هذا هذا أخير ثالثاني مهي هو مسألة احترام القواني بالنسبة للتبرعات العينية التقارير المالية ونشرها هذا مسألة مهمة جدا على المؤسسة سيذكرها الآن الدكتور هاني بتفاصيل أكتر خلاص المنبه تابع الحرار المفيد يعني من أهم الإجراءات أيضا يعني لازم إرساء سياسة لحفظ المعلومات لدى المنظمة يعني ضروري جدا نحمي المعطيات الشخصية للمتبرع وكذلك للمنتفعين من المساعدات لأن عدد كبير من المتبرعين يلقى رقمه وعنوانه على قراءة طاريخ يعني يلقاها مثلا الموظف هذا خرج اليوم يمشي المؤسس بي يأخذ معاه الملف ويصير يرسل السماس وإيميلات تبرع يعني هنا تبرعت المنظمة الأولى إيش تعمل يعني عنويني أسف أخي كمّل أخي فادي هي مسألة حفظ المعلومات طبعا أوروبا وأمريكا لديها شروط بمسألة انتقال المعلومات ومسألة أنك أنت تبيع المعلومات وصار في عليها صراحة قوانين صارمي جدا البعض صراحة يأخذها بمسألة بسيطة جدا وهي ليست مسألة هينة جدا يعني حتى مؤخرا ممكن أن يدخل الناس إلى السجن لهذا السبب مسألة المتبرع أنه ما ممكن مثلا إنسان متبرع يقول لك هذه الأموال تصرف لليمن وانت تصرفها لبلد آخر أو مشروع معين لمثلا على سبيل المثال حفر آبار انت تصرفها كفالات أيتام هذه المسألة ما ممكن أن يتم التعامل معها بطريقة صراحة بسهولة ويسر يجب أن تكون ضمن الشروط اللي تم التبرع على أساسه دكتور منع معنا موجودة آسف جربوا في موضوع منبه للحرارة كذلك كما كنت تحكي في الموضوع المتبرع يعطيك الأموال للزكاة أو لكفارة أو للفدية أو للأضحية فلازم جمعين للتزم هناك التزام معنوي حتى شرعي مع هذه الأموال يعني علينا لا نخلط كل الأموال حطها في كيس واحد وخلاص هذا الزكاة على صدق على كل كل المشاريع لنفذهم من نفس الكيس لا ما يتيجي هيك لازم يكون في يعني التزام بالضوابط للتنفيذ هذه التبرعات مهم جدا أنه لما أخذت التبرعات من المتبرين لازم توصل معهم قلوا وين صرنا ايش نفذنا حتى ولو في صعوبات حتى ولو في تعطيل في المشروع حتى لقد صار يعني سوء تصرر في بلد ما وصارت يعني مشكل حتى ولو صار فساد من نوع ما لازم تكون واضح تقول للاسف احنا صار هيك وهيك وهذه إيش لجراءة لعملناه لأن ما فيش مشاريع تمشي مية مية كما نعملناه لتخطيط فلازم هذه الصراحة والشفافية تبني الثقة مع المتبرعين فضروري جدا بعدين الدكتور هاني سيتحدث على أخلاقيات التعامل مع المتبرعين والجمعية كيف تحترم أخلاقيات العمل الإنساني فهذه مهمة جدا أيضا مهمة التنسيق مع بقية الشركاء وحتى المنافسين يعني الجمعيات التي تعمل في نفس المجال لازم اعتماد المبدأ التنافس النازي نعمل في نفس المجال نتوجه نفس المجتمع ولذلك علينا أن نتحلى بروح تنافسية يعني في أخلاقيات العمل ما يزامش أنا أضحي بمئة دولار أنا أجي نعملها بخمسين دولار طب كيف حتنفذ أنت بخمسين دولار فأحيانا تشوف أرقام غير معقولة أو تشوف ناس عاملة حملة كلها أنا نعطي 0% admin fees يعني المصاريف إدارية كيف هذا كيف في واحد يشتغل حتى البريد تبعث رسالة البريد يأخذ عليك أداة أولا إنسان يتبرع مثلا 100 دولار على الكريدت كارت البنك يأخذ منك 2.5% فهذه مثلا أحيانا في ناس فقط عشان تكسب المتبرعين من الأسف شديد عدد كبير مثل هذه الشعارات آه نمشي للجمعية الثانية لن تعطي 100% تنفذ يعني لكن أنت مش هيخذم منك بشي يخذم من غيرك كيف حتعيش كيف السينا بريد تتبع الموسط السيدامة لازل تمشي للجمعية كمتبرع لليمشي للجمعية الواضحة الشفافة جي معهم من البداية نقوله أنا عندي تبرق مصاريف إدارية فهذه مسألة واضحة وهذه قيمة المصاريف الإدارية وهذا وين تصرف فالموضوع هذا لازم هناك يعني هام جدا مع الجمعيات التي تعمل في نفس المدينة وتتوجه نفس الماركت نفس المجتمع لكن لا يتحدث مع بعض وبالعكس هذه تعمل حملة مضادة وتنقص في السعر نحن في عمل الإنساني والعمل نبيل والأصل في الشيء اللي يعمل في العمل لهذا أغلبهم يعني الناس عندهم مخلاقة عالية والناس عندها حرافية في العمل ولذلك التعاون والتنسيق مطلوب مش بشرط ننفذ مع بعض مش بشرط نعمل حملات مع بعض لكن أهم شيء أنا علق لأن اجتماع دوري مرة في الشهر مرة في الستة شهور مرة في السنة نتقابل نحدد الخطوط العريضة كيف نتعامل كيف نعمل مع بعض وإيش الخطوط المت الخطوط الحمراء التي لا ينبغي أن نتجاوزها فهذه أبرز الإجراءات القانونية والطبق الأخلاقيات يتحدث فيها الدكتور منعم الحقيقة الكلام رجعني إلى 30 سنة عندما طلعت إلى برميجهام وعطاني الدكتور هاني صناديق من الشيكات وكانت الصناديق موجودة وكل يوم يسألني الدكتور يا فادي بدنا نعرف كمية المبالغ التي وصلتنا المستوى المتبرعين كمية المبالغ التي يتبرعوا فيها فكانت التأخير أني أنا كان عندي كتاب تقريبا لما أفتحه متر أو متر وعشرين سنة وكان لازم أسجل فيه كل تبرع وصلنا لأي بلد ذهب لأي مشروع ذهب وكان لازم كل تبرع مهما كان طيمت ونكتب له وصل وهذا الوصل نحطه في ظرف هذه الأيام ما كان فيه التكنولوجيا اللي نحن فيها حاليا فكان لازم نحطه في ظرف وكل يوم نذهب إلى مركز البريد لإرسال هذه الأظرف للتأكيد لمن تبرع لنا بأن أموالك وصلت ودخلت وهذا الوصل الرسمي وهذه الفلوس دخلت إلى الحساب البنكي عبر الأطر القانونية الرسمية دكتور هاني كما يقال مسك الختام صراحة مع حضرتك في المبادئ والمعايير الأخلاقية وأنا عارف أنك أنت تطربت لها يعني في ورشة سابقة من باب المتبرع نفسه فالميغرفون عند حضرتك طيب الحمد لله سمع رسول الله سمعني نعم سمعني طيب بس أنا بضيف على التبرع القائمة التي عملتها اللي هي الملابس الأديمة يعني أنا أعشق الملابس الأديمة بلك دي نمرة واحد نمرة اتنين بضيف اللي هي الدكاكين أو المحلات التجارية الخيرية وإحنا هنا ببريطانيا أعتقد الإغاثة الإسلامية عندها يمكن خمستاشر أو ستاشر محل تجاري خيري بضيف إليها حاجة أنت ممكن يعني ما تستسغوهاش اللي هي ألم الزبالة من البيوت خدمة يعني معنى كده أن أنا بقدم خدمة للناس دول عن طريق الشركات البديلة اللي أنا بعملها للمؤسسة الخيرية نفسها دي بس النقط اللي أنا كنت عايزة أضيفها أدونا أنا أدخل في التفاصيل أبدأ بقادمة واحدة أن العمل الخيري مش ملك حد فينا لا ملك أبويا ولا ملك أمي ولا ملك جماعتي ولا ملك مسجدي ولا ولا أي حاجة العمل الخيري ملك الفقير شئنا أم أباين ومن أراد أن يعمل عمل خيري لابد أن يضع في أذنيه حلقا أو في عقله يعني فكرا أنه يعمل أجير عند الفقير كل الكلام اللي تكلم في المنعم وفايد ده جميل بس لو ما تعرفش مين اللي بيتفعلك مرتبك في الجمعية متعرفش مين هو أصل العمل ما تعملش فيه مش محتاجين لك أو مش محتاجين لك العمل الخيري مش منجهة وصورة وكلمة حلوة حتى أل في ملاكد في مجالس ها لأ لأنها هم نتكلم عن مشاعر وألام وأحلام وأمال ومستقبل لأطفال ونساء إلى آخر لذلك هم نيجي نتكلم عن قبل ما نخش في أي حاجة خالص 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 اللي مش عاجبه الكلام ما يخشش في العمل ده اللي عاجبه يكمل معانا العمل الخير انك بتنحني لحاجة اليتيم والأرمال وتنحني نحناء وتقف زنهار حينما يذكر الفقر والفقراء لأن أحظم الناس اللي ربنا خلالهم سبحانه وتعالى كان من الفقراء وقال لسيدنا جبريل عليه السلام الله محشرني في زمرة المساكين اللي احنا بنتنذر بالأحاديث بتاعته أفعاله أخواله إلى آخر ده العمل الخيري اتفقنا يا شباب عشان نخش نكمل ولا لسه باي حد عايز حاجة ثانية طيب نخش بقى حط أول سريحة يا فادي مطفقين طيب لا الشباب اللي عاديين بيسمعهم من بعيد دور وعايزين يمشي ويسبوني لا اللي بيسمعهم من بعيد هيهم بحطوا مطفقين كلام طيب تمام يا دكتور خش بقى في الموضوع هاي الموضوع لكل موضوع لابد أن يكون لها مقدمات نعم هون عندك كيف نتحقك مصداقية منظمة الخيرية طيب لازم نبحث والله لو كنت حتبرع بريال ولا بدرهم ولا بجنيه مصري ولا بليرة لبنانية ولا ليرة تركية حسأل ومنحقق أنك تسأل وتسأل أي سؤال ليه لأن دي أحقية لك لا تتنازل عنها شغل الصقة العامية ده ما ينفعش خلاص راحت راحت من زمان فلذلك ده يكون المنهج اللي في عقلي أنا قبل ما أتبرع بالفلوس الأمر التاني لما خشنا أن المؤسسة دي حد ديها ليه لابد أن أنا أعرف أي أهدافها قيامها رسالتها مهمتها استراتيجيتها كل حاجات دي لازم أسأل عنها وأقراها هل هي عندها تاريخ مهني يعني أي تاريخ مهني يعني أنها نفذت مشاريع في مناطق مختلفة ومشاريع ناجحة ونجحت ولا ما نفذتش إحنا أكتر ناس ممكن نضحك عن ناس أنا واحد للناس يعني ممكن نضحك عن ناس بكلام حلو ومعصول إلى آخر لكن أنا أتحقق وأسأل وأنقب وأسأل أسأل صحابي وجراني وقريبي بالتاريخ المهني المؤسسة بقالها كم سنة بتشتغل فين شارع على مستوى الحارة ولا الشارع ولا على مستوى المدينة ولا على مستوى القرية ولا على مستوى الدولة ولا على مستوى المحافظة أو الولاية أو مستوى القارة إلى آخر لابد أعرف حاجات دي كلها المصدقية دي جميلة جدا ودي من أهم الناس أنا مرة من المرات من 25 سنة يعني سجلنا في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر يا شباب 2001 خطبكم التاريخ ده سبتمبر إيه 2001 سمعني كده يا فادي صوتك الجميل 2001 سبتمبر 2001 سجلنا في الاتحاد الأوروبي ده كان تاريخ بالنسبة لنحنا تاريخي ليه لأن ده سبتمبر 2001 قدمنا طلبات للاتحاد الأوروبي أول ما نقدمها كنا جبنا مستشار عشان ينصحنا فأنا عايز أعرف السيرة الذاتية للمدير التنفيذي قلنا رشمعنا المدير التنفيذي إحنا عندنا مشاريع قال كل مشاريع بتحقي دي ولا شي نعايزين من هو صاحب القرار في المؤسسة وما هي خبرته وكيف يدير المؤسسة قبل ما يوعب معاك يعمل أي حاجة قبل مسأل مجلس الأمناء على الحاجات دي كلها فمصدقية الأفراد اللي احنا نحطها مش عاصل ده قريبي ودي خلتي ودي عمتي ودي بنتختي لا كل دا كل دا كلام دا في المجالس بتاع بالليل دي وال بنسميها بنسمي المجالس والديوانيات لأ نتكلم عنها دي درداشة بقى والمخمخة دي والتنوير دا وكل حتى نقعد ينور بالليل دا ما بيمشيش مع الناس دي مصدقية والموظفين كذلك أداء وسلوك الموظفين بيتحسب علي حتى مظهر الموظف أو الموظف اللي بيشار معي محسوب علي أنا تبالكو هيكل مؤسس انتوا عندكوا هيكل ولا ما عندكوش أي هيكل حطين على الصفحة بتاعتكوا هيكل ايه من هم المجلس الاستشاري من المجلس الأمناء من المجلس التنفيذي من الرئيس وصلاحيات كل هيكل صلاحيات كل إدارة يا شباب في وصف وظيفي لكل إدارة في وصف وظيفي لكل موظف وفي وصف وظيفي الرئيس مجلس الأمناء ورئيس المؤسسة كل حاجات دي تكون موجودة عندنا في الهيكل ها أنا بس أجيب الناحية دي أيها كده عشان أعرف أره لأن انت أستكتلع انت حبس حبس عن الماء والنور يا فادي أماكن عمل أنا بشتغل فين أنا متخصص في أفريقيا متخصص في غرب أفريقيا شرق أفريقيا جنوب أفريقيا وصف أفريقيا شمان أفريقيا ها فين أنا بشتغل وإن مشاياة أنا متميز بيها أنا متميز في الإغاثة السريعة أنا متميز في الأيتام مكفات الأيتام أنا متميز في الرعاية الصحية أنا متميز في المياه في التمكين الأسري في التدريب كل حاجات دي يكون واضحة بالنسبة لي لابد وانا بشتغل يكون انا متميز وعندي شيء انا استطيع ان ابرزه للاخرين التقيمة هادي مهمة جدا جدا وكتير جدا من الجمعية بتجيب تقارير مضروبة مضروبة يعني مش مظبوطة او يمكن يروح لك لأي حد ويجيب لك اي فاتورة ويعملك اي حاجة وخص الحدوطة لا لابد التقارير دي تكون عندها مراجع خانوني خارجي معتبر خاصة في المناطق اللي هي صراعات ونزاعات المسلحة خاصة في المناطق اللي هي مدير المؤسسة وغيره ما دوش دوها يعني انا مرح سوريا دلوقتي صعب ان انا زور بعض المناطق في ادلب او في الشمال السوري يعني ما ينفعش اجيب تقارير مضروب لا يمكن هتقفل المؤسسة انا عارف بعض الناس صنفوا صنفوا على القوائم الامريكية فلذلك التقارير المال ده هو مخ المؤسسة مخ يعني احنا حصل لنا في 1995 انا اقول لكم ايه حسناتي وسيئاتي كنت بصرف ما كانش عندي ادارة مالية قوية فحصل لدينا عجز مالي كبير وانا بقول لكم امي قداما انا شخصيا انا شخصيا حصلت ايه الاكتهاد ده اللي اخطأت فيه فتعلمنا لما نعملاش مرة ثانية حصلت فعلا مشكلة كبيرة جدا مادية لانا كنت بصرف وانا كانش عندي ادارة مالية قوية وكانش عارف ايه اللي في الداخل وكلام اللي كان بيتكلم فيه فادي ومنعم اللي هو المالي يجد الحتة دي السير في الحتة دي كان فيه لخبطة ده من سنة كام 1995 تدركنا الامر بعد كده هو وعملنا ادارات مالية غير عادية حاجة اسمها فاينانس اللي هي مالية حاجة اسمها محاسبات للاكاونتنج حاجة اسمها مراجعة داخلية للاكاونتنج حاجة اسمها مراجعة خارجية للاكاونتنج وحاجة اسمها كوالي كنترول الخطأ اللي هنت لا لابد كل واحد فينا يتعلم من الخطأ بتاعه وانا اول الناس اللي قلتنا انا اخطأ ما فيش حد كبير عن الخطأ المالي الانسانية واللي اساسها الشفافية والحياة دي يعني ايش شفافية المال اللي معاكو يا شباب ده مش مالكم مش مالكم ده مال عام مال عام اللي هو كان سيدنا عمر بيقف صلى الله عليه رجاله عنه ويقوي ايه عشان يعد الغنم ويعد النوق في وسط الصعاب اللي كان موجودين فيها عشان فيها في مكة مش مكة في المدينة مال عام الناس ما تنملوش مال عام يدخل جهنم ويقص المصير يدخل جهنم ويقص المصير فلذلك اللي هو الشفافية دي معنى ايه المال مش مالك لابد تقولي صلافته ازاي وجمعته ازاي ودوته مين الحياة دي وعلى من الحياة ما كانوا عن تلك دولين ما ننسينا سبعة لحاجات تانية فيها يعني ايه ان انا مش منحاس لجماعة ها ومش مع الفصيل ده ضد الفصيل ده اه لان عندما جاء ننزل جنوب السودان اتفقنا مع الحكومة ده كم دفعين من عشرين سنة عشرين سنة انا بكلمكم عن سنوات مرت كان حلميا نخش جنوب السودان من قبل العشرين سنة كمان من ثلاثين سنة ولما نزلنا كان فيه جهتين متصارعتين جهة اللي هي في الخرطوم والجهة التانية كان في منطقة في كنيا اسمها نيفاشا اللي هي الجيش الشعبي او الحركة الشعبية فلابد كنت نحن ننزل نتكلم مع الجهتين مع الحكومة في الخرطوم ومع الحكومة او الجيش الشعبي او اللي هو الحركة الشعبية لتحليل الجنوب السودان ودول رحبوا ودول رحبوا العمل يا شباب في مناطق الصراعات مش عايز هو مش عايز هو مش عايز انكم لانه دخل السجن ويصلنا في المؤسسة وكمان يودي في ستين ده يعني لان المناطق دي مملوقة ب الاستخبارات من كل الدول والامنيات من كل الدول احنا ما كنا في الشيشان في التسعينيات قبل الفيدي كان فيه ست او سبع دوائر امنية بتراقب المؤسسات اللي شغالها في الشيشان منها على المستوى الفيدرالي ومنها على المستوى اللي هو الاقليمي ومنها على المستوى المدينة وكلهم مكنش منستقوا مع بعض منهم كانت تابعين لموسكو منهم كانت تابعين نظام ومنهم كانت تابعين الناجك خلاص يا شباب يعني ما نعودش نهزر والمناطق اللي فيها صراعات مسلحة ننزل كده بدي يعني ايه يلا لا الهبة والفضعة دي بتنفعش مين بعد كده طبعا لابد نكون مسجلين ها تمانيا لابد نكون مسجلين لابد حتى كنت انت أخويا أو أختي مش حديك ولا مالدي حديك اه بيني وبينك كده هدية كده لكن الجمعية لا ها ورود في كل مكان احنا بنعمل فين وكل مسجلين ومن شروط العمل في أمريكا حاليا ان كل ولاية لها تسجيل مختلف انا عايز شغل في ولاية معينة انت عندك تسجيل فدرالي لكن في كل ولاية في أمريكا عايز شغل فيها بتطلل تسجيل الولاية نفسها بعد كده يا فادي مصارف الإدارية عرفين دي مصارف الإدارية رقم تسعة شوفوا يا شباب الكلام ده أصلي بيعمل لي ارتكالي أنا كده وبيجيب لي كده حاجات كده مفيش عمل في الدنيا بتعمل من غير مصارف إدارية إلا في الآخرة إن شاء الله لما كلك كده بسم الله ما شاء الله ربنا يا كرمكم رمضان بكرة وتخشوا بجنة كلكم مفيش هناك مصارف إدارية ومفيش جمعيات خيرية لأنه لا فيه أي التام ولا فيه أرامل ولا فيه أجع قلبه وده مفيش فيه حاجات ربنا قعدها ما لا عين رأت ولا قدر سمعت ولا خطر عبال أحد ده المكان الوحيد اللي ما بقوش مصارف إدارية أي شيء تاني حد يقول لك 0% قول له سوري أنا آسف أنت لا تقول لحقيقة وحتى في بعض الخالجين قاعدين في السنة لو كنت أنت يعني مفرغ من جهة الحكومة سمعيني اللي في الكويت والمحرين والإمارات لو كنت مفرغ من الحكومة بتاعتك راتبك ده يعتبر دخل المؤسسة لابد أن يطلع فيه المصارف الإدارية يعني الشغل الشنكراكة ده ما ينفعناش إحنا عشنا أربعين سنة في الشارع لا تعلمنا في جامعة العمل الخيري ولا حد دي أنا أستاذية ولا حاجة دي كده لكن تعلمنا من الصف يكون عندك خمس ولا ستة موظفين من مؤسسة تعمل في الخليج ودخلو ومرتباتهم يمكن 200 ألف دينار ولا مش عارف كم ألف ريال في السنة ما تحطوهم مش مصارف الإدارية ليه ليه دي منحة من الحكومة تحطها وده هنا ما بوجودش سيفافية أنا بقول الكلام ده الآية اللي خليت كلهم التسكيات انت مين يعرفك أنا ما كنت تاني رحت آآ آآ يعني فيه بيقول لي بتاخذ كلمة طبراعات خلاص المصارف ده ده جزء فيه محاضرة تاني كنت عملتها عندي على اليوتيوب بتاعتي بوجودة اللي من من أكشل من اللي هو على مستوى الحارة أو الشارع أو المدينة أو الوطن فيه نسب مختلفة أنا حتطها لكن العمل الدولي اللي يقول لك مصارف إدارية أهل من 15% قول له ولا معاخذة لا أنا أقولها لك هو وأنا رمضان غدا وبكلمك من تصرح لا نفيش عمل عمل دولي على الأرض أقل من 15% بل أكثر أنا حقول لكم حاجة يا شباب إن لو إن في شباب في العراق هنا مش كان في الموسل أو من كم سنة كده كان فيه إسقاط جوي الأكل ولا مواد الغذائية ها العملية المصارف إدارية بتالعملية دي ممكن توصل لـ 50% تعافوا ليه لأنه يدي طيارة تكريفة الطيارة قد إيه لأنه فيه ناس هتموت فأقدر المصارف إدارية بمقدار حاجة المستفيد أو حاجة المحتاج كان نفس الموضوع ده أنا بذكر المكاسر ده في كل عدة في الحرب بين جلوب شمال السودان كان فيه خلق جو في الشتة سنة طول كانت مغلقة المصارف إدارية كان تقلس 50-60% أو أكتر الناس هتموت خلاص الشوارع مقفولة بالطمي وبالطيل والمية وحتموت وفي بعود وفي كل البلاوي الزرق صخفة العظيم اللي هي من الحشرات إلى آخر فتقول لي مفيش مصارف إدارية أقول لك أنا عاسم إذا كانت ربنا أقول لك والعمينة عليها وإيه بيجيبين موجودة في القرآن يا فادي لا موجود دكتور لا أنا أجيبها من عام طيب لا ده فيه بقى الحاجات اللي اللي لزيزة بقى زي الأكل كده بتاع الفتار بطاعة بكرة ده يقول لك لو مش حاخد مصارف إدارية للزكاة بمأمرة إيه ربنا سمح بيها ما تضيعش واسع أنا عندي محاضرة بكرة عن كيف تصرف أموال الزكاة الساعة ستة بعلن يا فادي بتوقيت بريطانيا وتمانية بتوقيت مكة المكرمة بمأمرة إيه يعني بأمرة إيه مفيش لو أنت عندك دخل آخر بتعمل من المصيفة ده إذن أوقاف أو شركات تجارية أو حد المنح حطها ودي هي الشفافية عندك تطوع مصطوعين تسأل المصطوعين بتوع الجماعية دون إزاي بيعملوكو إزاي بيعملوكو هات بيقعب معاكو الرئيس تعافوا ليه شباب لأن أهم أهم إنسان في المؤسسة هو المتطوع والمتطوعة يعني أنا كنت أول ما جيت أشتغل هنا في البلد من ثمانية وسبعين تقريبا كان أهم وإحنا في المستشفى أنا كنت طبيب بشري الحمد لله وربنا أنعم علي وأصبحت عامل مجتمعي أهم شخص في المرور وإحنا بمر على الأمار دا كل يوم مع المستشار ورئيس القسم وكذا تعالوا مين الطالب الطالب يجي المستشار كده أو الأستاذ في الجامعة يقول له يمسك رئيس القسم ويمسك فعل يقول له ده هو ده مهمتك أنا بالنسبة لي المتطوع هو أهم شيء في المؤسس يعني بابني منه كوادر للمستقبل مين شو ركاة المؤسسة من الحكومة المؤسسة تقول لك ما عنديش ركاة تشك فيها المؤسسة أنا ما أنا ما كلمتش عن خليجة يا شباب قلت الناس اللي ما بتكلمش عن الكفالات اللي بتدالي من الحكومة بقط لكن ما عادش تكلم عن حد المعين رد على السؤال ده بعدين يا فدي شركاء المنظمة شركاء المنظمة من هم شركاء المنظمة شركاءك مين هم مقبلك لابد يكون لك شركاء المؤسسة ما هي الشركاء يبقى فيه حاجة ايه فيه حاجة زي ما تقول غلط مع المؤسسة اللي بعد كلا أدبيات 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 المنظمة لازم عشان أفهم فكر المؤسسة وضخفة المؤسسة ويقيم المؤسسة من العمد بعد كده هو رقم 14 الزرص السنوية والتقالي السنوية لا الزرص بكلها 14 آه دي بقى مهمة جدا بالنسبة لنا نعم بس هي بالنسبة للمنظمة هذا سؤال دا كتير عملنا الأخ ناصر بيطلع المجموعة من الأسئلة وأنا بقول له الأخ ناصر احنا عملنا لكل العالم تدريبات سواء كان مش هازكن اسم الدول في الخليج بالذات يعني يعني عشان ايه مش عايزين ان احنا نتكلم عن دولة دون دولة سواء كان في دولة ألف أو به أو جيم أو دير في الخليج يعني من من الحاجات اللي احنا عملناها في آخر في 2016 عملنا ورش عمل لإشراك جمعيات في المنطقة العربية بما فيهم آه أغلب الدول الخليجية عشان يحضروا مؤتمر اللي هو القمة الإنساني اللي كان في اسطنبول وكان من أكتر أشياء نجاحا المؤتمر الورش العام اللي احنا عملناها في البحرين والنعنناها آه في سعودية والنعنناها في الكويت آه كل هذه الأشياء اتعاملت نحب لك فلذلك نحن نتكلم عن مثل هذه الأشياء هنا يعني الواحد مش عايز تتكلم عن جمعية معينة بعينها نحن نتكلم عن عمومة اللي هو إيه السكتو أو القطاع نفسه وطبعا كل العالم شارك أرجع تاني بس عشان الأخ ناصر كان متحمس كده شوية وأنا أحب المتحمسين العمل الخيري العربي في التسعينيات وفي حرب البوسنة اللي تميزت فيه كل الجمعيات العربية من السعودية والإمارات والبحرين وكويت وعمان وقطر حتى لمسات لقضية البوسنة بالذات لم يستطيع أي عمل دولي آخر يعملها حتى نتكلم لأننا ما بنزلتش بالإضافة إلى باكستان بالإضافة إلى تركيا بالإضافة إلى أوروبا بالإضافة إلى مصر مصر كان عندها تمثيل قوي جدا 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 في المنطقة دي ببعض الجامعات اللي فيها حتى من ليبيا حتى من إيران كلهم فما نرجع أنا مش بنتكلم عن جهة دولة جهة أنا منتكلم عن أن أنا لما أخذ منحة من دولتي دولتي ديت منحة أحط المنحة دي كجزء من المصريف التقدري ده بالنسبة بس عشان إيه قد يكون حصل استشكال في الفهم يا أخي فادي اللي حتت اللي هو ما بيقولوش ليه لأ أنا حاولت يكتب له للأخ على تشاد صحيح ليس مكتوب لأ ما فيش مشكلة لا احنا بنحب كل الناس ما فيش مشكلة نعم ليس مقصود أي منظمة هو مقصود أنه فقط أنه كل مؤسسة تقول لديها مصارف إدارية فقط هذا كان الموضوع نعم طيب نرجع بقى تكلم بقى أنتو في المبادرات فيه مبادرات كبيرة جدا زي مثلا أديكم أسهل مبادرة التغير المناخي مؤمنين إحنا بيه اللي هو دلوقتي بيخلي الأجواء تتغير يعني دلوقتي أنا قاعد في شهر إبريل لابس شيرز ولابس جاكت وده في شهر إبريل وشوف فجل لابس إيه قدامكم كبير ما كانش موجودا قبل كده منظر للمسل الأشياء هل إحنا لدينا المساهمات في المبادرات على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم ولا إحنا بس متخوقين عن أنفسنا هل إحنا بنقف مع القضايا الإنسانية العدلة زي مثلا اليوغور زي القضايا بتاعة روهينجا زي القضايا بتاعة الكاشمير زي القضايا بتاعة وسط أفريقيا اللي حصل وفيه لك حاجة اسمها أنت بالك بتعمل تطهير علقي المسلمين زي ما يحدث في الكونغور الديمقراطية وغيرها إيه موقفنا إيه موقفنا هل إحنا بنتنافس مع بعضنا أم بنتكامل مع بعضنا الروح التنافسية روح غير إنسانية وروح غير خيرية لأننا أعرف بعض الجماعيات حابة تعمل احتفال معين فتجيب فنان معين فقالت هندفع للشركة ألف فجماعيات لا لا أنا هديكوا ثلاثة ألف أربعة ألف كمان بس هتقول نحن إيه ده الفلوس ده مش فلوسك الفلوس مش فلوسك عشان تقضل فيها كده الفنان ده ممكن يقول يتكلف خمسين ألف أنا هتدي له مئة ألف ومتين ألف ليه شفت بقى ودي فلوس مين دي حتى لو كان متبرع مدهالك حرام أنك تعملها كده الفلسفة الفكرية والأخلاقية المنظمة لابد تعرف دي من أداء العمال اللي فيها أو الأدبيات أو الأخلاقية بتاعت الناس بيشتغل معاك دي التمنتاشر نقصة لكيفة تحقق مصدقية المنظمة الخيرية فضل يا فادي لها المحاذير دكتور محاذير يعني مش حول لا تعطي مالك يعني مش حول ما تديش مالك كن حذرا كن حذرا بمن يدعي الأفضلية والأسبقية وطول البقاء دي علامات من علامات الانهزامية للغرور والتكبر كن حذرا من هذه المجموعة أنا الأول أنا الأفضل أنا الأسبق ده ما ينفعش احنا مش شركة تجارية ولا مصنع احنا ما بنبيعش جزم ما بنبيعش شربات ما بنبيعش مناديل احنا بنتكلم عن نفس البشر انت بتتكلم انا وانت بنتكلم عن من عن من يعطي المرتب اللي هو الفقير اللي مش لاي يعني لوانا كنتم مدير مؤسسة الوقت بأخذ المرتب وعايش مرتاح وانا في أي مكان كنت في مصر كنت في سوريا كنت في مصر في بريطانيا في الكويت في البحرين في كندا في أمريكا في أي مكان صاحب المال تعرفوا عايشين فين عايش في خيمة أو عايش في الشارع لذلك لابد نحن نغير الهرم ونكون على رأس الهرم من فوق صاحب المال الفقير اللي بيتفعلي مرتبي وبيتفعلي مصيري في المدرسة وقرب وبيتي وكذا 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 كل هذه الأشياء ده بود فوق ده تغير عندنا وإلا منصتها أنه غيره لأن نعمل في العمل الخير ما دعونا أنا أتكلمت عن مصيري أبدا أبدا أعديها يا فادي الناس اللي بتغتاب التانيين يجي يقول لك في جالسة كده في مثلا في مجلس أو في ديوانية أو في جالسة السمر في أي مكان يقول لك هل الجمعية دي عام فيها كذا وتبقى إيه الغيبة والنميمة والفرية الكذب اللي هو والافتراءات ديو ما تشغلش معهم لأنهم الأخلاقات بتاعتهم محبطت لمستوى صحيق جدا 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 واللي يقعد يغتابوا في شخصيات عامة لمجرد هؤلاء الناس نمرة ثلاثة المغتملين نمرة أربعة الناس الجمعية الجليلة زي ما فالي تكلم عنها اللي ما عندها اشتخلية مالية أنا مش قول نمرة عشرين أنا بقول إن دلوقتي أصبحت مع وجود اللي هو مع وجود القوانين التي تحكم تحويل الأموال والتطرف والإرهاب والكذا أنا بقول إيه يعني صعب إن إحنا ندي المؤسسات دي وإن كانوا وحتى وإن كانوا مخلصين تفضل بعد كده خمسة دلوقتي فيه ثقافة يا شباب إن إحنا جمعية تجي تقول لك أنا عملت 200 مشروع أنا كنت مرة جالس في جالسة كده وأحد الجمعيات قالت إحنا السنة دي عملنا 855 مشروع أنا ما قدرتش أتكلم ممكن أن نكون ألجمته نفسي عشان ما ردش أو أني أنا صعقت بالرقم ما ردتش أتكلم يعني إيه مشروع يعني إيه مشروع يعني إيه برنامج أنا عارفين يعني إيه برنامج أنا عارفين يعني إيه مشروع عشان أقول أنا عملت 855 مشروع طب يا أخوان عملنا ألف مشروع بسم الله ما شاء الله هل إحنا قصنا الأثر بتاع هذا العمل على المجتمع اللي إحنا عملنا فيه هل لو كان المشروع في الميا إيه أثر المشاريع المائية اللي إحنا عملنا إيه على المجتمع أو في الزراعة أو في التدريب أو في التأهيل أو في التعليم إلى آخره إلى آخره هل إحنا قصنا الأثر ولا مجال إحنا إيه بنروح ناخد الصورة وناخد اللقطة ها ناخد الصورة واللقطة ونمشي وخلاص ده مشروع متنفس كده أصرف وبعدها بستة أشهر للسنة أشوف الأثر والأسف يعني الفكر ده مش موجود عند كتير جدا من مؤسسات اللي عندنا إحنا في العالم العربي أو اللي عندنا إحنا فيه مؤسسات الإسلامية والأسف يعني اللي هو قياس العصر اللي داخل المؤسسة أقبلك عشان حزبه أو عشان فصيله أو عشان جماعته لما ينفعنيش أنت في المؤسسة جزء من كل جزء من كل من اللي يمثلوا خصائص مسئل المجتمعي داخل جماعياتهم الجماعيات بقى اللي هي منعزلة عن المجتمع تماما تمثل فكر معين تمثل نسيج معين تمثل جماعة معينة ده لا صعب ليه؟ لأن أنا عندي مجتمع دلوقتي مع الصورة المعلوماتية ومع اللي هو أعوذ بالله مش هنزيم حيث تاني يا ربي ومع اللي هو السوشيال ميديا السخفات تغيرت الأراءة الأطاء الأراءة الفقهية تغيرت كل هذه الأشياء أصبحت متغيرة وأصبح المجتمعات بتاعتنا تغيرت 180 درجة عما كانت عني من قبل وما ينفعش أننا هتجل المؤسسة دي الفكر معين أو الجماعة معينة أو المنهجية معينة أو تكون بتلزم الناس يعني ما أدوكم مثلا من الأمثلة اللي احنا عاشناها أو عاشناها في البصنة كنا من يجي نوزع الأموال فبعد الجامعات كانت يقول لك مش هندي المعونات دي للنساء المش محجبات طب النساء دي خرجة من 60-70 سنة في عصر الشيوعية ما كانواش يعرفوا بسم الله الرحمن الرحيم معناها إيه وقفين في تابور وجعانين وده مالهم وده مالهم قمناوا عنهم ليه كانوا نساء يعملوا إيه يلبسوا أشرب ويقفوا في التابور يأخذوا المعونة ويمشوا ويقفوا أشرب المراوحين خلاص عقلية أو يقول لك أنتوا دلوقتي فيها الرمضان مش حدي لأحد لغير صايم شفناها دي بعينينا شفناها بعينينا شفناها بعينينا فالرجل يقفوا في التابور وهم الصايم يعرفش دينه ما يعرفش دينه يأخذ الأكل يدخن السجارة ويمشي مكلمت أنا فيها دي عن التقارير المالية والتقارير الإدارية إلى آخرة أو مفيس محاسبين خارجيين كلمنا عنها قبل كده أفادي آه دي مهمة جدا يا شباب رأت اللي هي من يدعونا دي لا في واحد اسمها لا في واحد قبل كده لا هي اللي قبلها التقارير بعدين هون العمل الفرد أو عمل المؤسسة قبل كده لما سبعة قبل كده وستة سبعة هي في حاجة كده كانت موجودة آه لا خلاص خلاص توكل على الله أنت صح أنت صح أنا غلط آه يعني فيه يعني زعيم إلى الأبد رئيس إلى الأبد ما فيش تأبيد في العمل الخيري ما فيش تأبيد لو كن فيه تتابع أجيال تورس الأجيال وقيادات تسمع قيادات ما فيش تأبيد أخاف أنا أشتغل مع جماعة زي كده أخاف خالص أنا أشتغل لأنه بيكون لإيه القرار لو شخص واحد فخه ودي آفة موجودة عندنا موجودة مزايد موجودة في كثير من الأماكن آه ما يكونش عندها حكام رشيدة أو تكون ضعيفة كلمنا عندي قبل كده هو بردك في المجموعة الأولنية يكون يتناهى بالإعلام أنا أعرف مؤسساتنا في بريطانيا يعني عدد الموظفين في قسم الإعلام وجمع التبرعات قد يكون بالعشرات لما زرتهم وسألت عن مين ماسك المشاريع تلاعي أربعة خمسة لأهم أهم قطاع والأهم إدارة في المؤسسات وزارة المشاريع قلت لكم عندكم حد في الهيومن ريسورس اللي هو التنمية البشرية فواحدة من اللي جالسين كده قلت لهم أنا قلت لهم إدارتك قلت لهم هنعمل إدارة كان ساعتها عندهم دخلهم خمسة أو سبعتاشر بليون جنيه المحاسبين ما فيش إلا اتنين تتاتا بيحاسبهم فهو ماهتموا بين ستين لسبعين في المية منهم موظفينهم للإعلام والجمع التبرعات وده خطير جدا 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 سيحي يجيب لكم أسأل حاجة يا شباب إن إحنا نجمع المال أصعب من جمع المال كيف وأين يصرف المال وأصعب 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 إن كتير جدا من الجمعات عندنا ما بتعملوش اللي هي قياس الأثر كيف أثر هذا الإنفاق أو هذه المشاريع على المجتمعات اللي احنا نستغل فيها أتمنى إن تكون جمعياتنا قادرة على قياس الأثر 11 دائما دائما أقول لك برضا الجماعة تقول لك أنا مش هشتغل مع حد دي خف منها وكأن أنا عندي عورات مش عايز حد يتطلع عليها الدعاء إنها بتستغل في عشرات يعني أنا كنت مصغر يعني شيء جميل جدا برضك حضر في المصر في بريطانيا جمعية ما كملتش مليون بتستغل فأنت بتحكي لها فادي هتضحك السفرة بتاعتك دي مش عايز في جمعية ما كملوش 40 ألف جنيه بقول لك نشتغل ب33 دولة طب أنا معرفش اسمها بس خلاص لك قلت كلمة شبرا إنك أنك رفعت الحرق عني أنا أقولك 200 دول حلوين دول إزاي كل دول بلدتها 3000 دولار المهم يعني أو 200 دولار أو حاجة دي كده طبعا دي تخاف منها لأن دي حتلاقي على الصفحة بتاعتها اللي هو الصور كتير جدا للمشاريع أنا أحدي كبسا نسيت المسألة أذكره لما جئنا نسجل الإغاثة الإسلامية في كندا لما كنت أنا هناك في سنة 2004 كان معايا ملفين ملف المشاريع وملف آخر فلما جئت ما أعدت مع المحامل عشانا قبل الدولة مصيرين الدولة في مشترونتو اللي هي العاصمة اسمها إيه قطوة قطوة ناس بقى مؤدلات في الحكومة فالمحامل بتاعنا قال لي آيوة في عندك ملف تاني تلقى في الملف ده بص في ده في الصور اللي إحنا فيها مع مسؤولين زي الملكة زي الأمير زي رئيس وزارة زي رئيس جمهورية الآخر قال لي لا عايز ملف ده أما في مشاريع ده فأي جمعية ممكن تعمله كلام ده سنة كام كلام ده حالة من 18 سنة قال لي كل واحد ممكن يعملك سفرطين ويجي يعملها هنا لكن تعد تسلم على مثلا أمير يدعيك عنده في مكانه أو شيخ يدعيك أو رئيس يدعيك ده معناه إن الدوائر اللي قبل دعوتك لهذا اللقاء تكون عارفا أنت من الشرط مع هذه الشخصيات اللي هي في الأماكن دي كلها النقطة 13 مهمة جدا مش عيب أنا أقول للناس مش حاضر أخذكوا يكونوا عندي في مجلس أمنا لأن لكوا توجه سياسي لكوا توجه آخر لكوا تاريخ معين ده حيدور بالمؤسسة مش عيب لكن لو لقيتوا أنهم مصررين وحطين مجموعة ليه لأن أنا بقوا حاسب على مع من أعمل لما احنا قولنا قبل كده العمل دلوقتي ما أصبح على مستوى العالم حتى مش قارية لأصبح غرفة أو أصبح اللي هو المنسميني ده أصبح اللي هو الشاشة بتاعت ده وكل حاجة بتحطها على الشاشة بتحسب عليها ونعرف يمكن نانع مفادي يعرف كثير جدا من الشباب يعني اضطروا أنهم يستقيلوا من مركزهم في جمعاتهم عشان كلام يعني مجرد تعليق خاصة قامت الدنيا ما عادتش قامت الدنيا ما عادتش فلذلك الأمور دي كلها ففيهاش أن أنا يعني ضد الشخص لكن فيها أن أنا أريد حماية المؤسسة أن يكون أحد الأمناء أو الموظفين مستفيد بمعنى يكون رجل أعمال موجود وعنده شركة مش باسمه باسم خالته أو عمته أو أخته أو قريبه والشركة يتقدم على العقد بتاع الشركة بتاع المؤسسة وتكسابه وهو موجود فين موجود على رأس المؤسسة أو موجود عدو مجزم المناء يعني مثلا أنا ما كنت كنت موجود في عدو مجزم المناء المؤسسة من المؤسسات لما تيجي المؤسسة بتاعتي تطلب منحة من المؤسسة اللي أنا عدو مجزم المناء فيها أطرنا أنا أخرج من الجلسة أخرج من الجلسة عشان القرار ما يتعثرش بوجودي شخصية ده بدون ده النسبة لرجال أعمال أو واحد سياسي عايز حزبه يستفيد من أنه أنت توزع له معونات في الحي بتاعه اللي هو يعتبر فيه عدو مجلس عدو مجلس أمة أو حاجة زي كده أو راجل عنده مسجد أو عنده جماعة دينية فتستفيد الجماعة الدينية دي من هذه المعونات وآخرة كل هذه الأشياء تنظر إلى أين تذهب أموال الجمعيات الخيرية وأهواء الناس لو كانوا معك لابد أن يكون محايدين تحويل المؤسسات إلى عصبيات وقبليات ومذهبيات وحزبيات الموظفين دول يمسروا حزب معين طيار معين فصيل معين فكر معين إلى آخر ده طبعا الأمور دي صعبة جدا إن إنسان خاصة في الظروف اللي احنا بنعيش فيها تلاقي فيه مؤسسات ما فياش شباب ما فياش نساء زي ما كان فادي بيتكلم مما أقدم على مؤسسة لازم يكون 50% منكم من النساء في الفترة اللي فات دي بنتكلم فيها ومن التكلم عن مثل هذه الأشياء كل هذه الأشياء تعتبر محاذير بالنسبة لنا نحن اللي يكون هما كلنا مسلمين لكن ييجي بقى يقول لك أصلا إحنا فاهمين وأنتم مش فاهمين أصلا إنتم مش عارف كذا مش عارف كذا مش عارف كذلك أذكر أي مذهبية أو أي اسمه سكتيريان يعني فكر فقهي لا ليه لأن المجتمع دلوقتي في كل في كل الأطياف الفقهية والفكرية والمذهبية اللي هو الغرور زي ما احنا كلم قبل كذا اللي ما فيش تحليل وإبدال للرئيس أو المجلس الرسالة أو الموظفين الكبار ما عندهاش تسكيات أيضا للمسجلة رسمية كذلك في الحكومات اللي بيشتغل فيها آه دي رسالة نهائية ممكن أنك نمتناع عنها في الأول العمل الخير يا شباب ليس مهنة من لا مهنة لهم ولاس انفعالات ارتجالية عشوائية عاطفية يقوم بها من لا خبرة لهم بمسارات العمل خيري ومنظومات العمل خيري وأتر وتوجيه العمل خير العمل خيري أصبح صناعة أقوى قوة ناعمة على وجه الأرض هو العمل الإنساني اللي بتستفيد منه كل الدول الأوروبية كل الدول الأوروبية لذلك فيه إدارات لما كان فجأة حدثتها في الأول بتاع التنمية زي السيدة و جي عز و ودفد لما كانت قبل كده وكل الحاجات دي كلها ليه لأنهم حاسين أن في دولة عايزين يساعدوها فبيدوا المعونات دي كلها عن طريق مؤسساتهم بتاعتهم ليه لأن العمل الإنساني يصل حيث الله يصل إليه الآخرين فده كيف يؤمنوا بأن العمل الإنساني هذا أقوى قوة نعمة خلصت كل قبل كده نعم طيب حكيت عنها تقريبا شراكة مع أصحاب المال طيب 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 العمل خيري وسيلة وغاية خلاص ما خلاص مش مش كده خلاص طبعا من حق المتبرع بقول الأخ اللي شاكل ده من حق المتبرع يعرف المصاريف الأدارية بالتفصيل وحط كده مد ست حركات العمل خيري وسيلة وغاية في نفس الوقت فوسيلة لرفع المعاناة عن المحتاجين والأيتام والأرام والمشارعين المقتصمين وهو غاية الاثنين الأولى اللي أرضاء الله سبحانه وتعالى والتانية لبناء المجتمعات والتمكين المجتمعي لأن في النهاية أنا مش حقل جيل سوري أو يمني أو عراقي أو مصري أو أو فلسطيني مستقدي لذا ما أنا أمكنهم والشياب دول يكون هما اللي ينشئوا بعد كده الحضارة والنهضة في بلادهم تفضل يا فهد الله يجي تفضلك شكرا جزيلا دكتور يعطيك العافية وشكرا جزيلا على الكلام اللي تفضلت فيه صراحة والحقيقة يعني إذا تسمح لي بكلمة وحدة وهو أنه الكلام اللي تفضل فيه الدكتور هاني إذا كان هو ناقد فهو من باب حرص على العمل الإنساني وإذا كان هو يعني يعطي رأيه فهو من باب حرص على العمل الإنساني طبعا هو لم نتطرك لأي مسألة لأي يعني شخصية معينة أو دولة معينة أو أفراد معينة أو مؤسسات معينة إنما هذا الكلام صراحة قالوا في بريطانيا وفي مجالس أنا كنت موجود فيها وقالوا حتى على الإعلام بما يختص يعني خاصة بالذات مسألة النسبة المئوية فهذه بس حبيت أني وضحها حتى هذا كان بناءا لكلام الدكتور الحقيقة أريد أشكر الدكتور هاني شكرا جزيلا على وجوده معنا أنا عارف أنه صراحة يعني الأجندة تبعيته دائما مسحومة ويعني الكلام اللي أنا سمعته منه سابقا وحبت أني أتشاركه معه لأنه هذا الكلام هو يتكلم صراحة مع المتبرع فسيدي المتبرع أو سيدتي المحسنة إذا كنت ستتبرع لهذه المنظمة الخيرية فخذي هذه السبعة وثلاثين نقطة من الدكتور هاني البنة وطبقيها فإذا كان المتبرع سيمسك هذه السبعة وثلاثين نقطة ويتعامل فيها مع المؤسسات فالأولى فينا نحن المؤسسات الخيرية أن نطبق هذه السبعة وثلاثين نقطة بحذافيرها وعندها سنحصل على التبرع المحلي وسنحصل على التبرع الدولي وسنحصل على الصيط والسمعة كمؤسسة وليس كأفراد يعني وسنستطيع أن نساعد من تحدث عنهم الدكتور هاني أرباب أعمالنا اليتيم الأرملة الفقير المحتاج أي إنسان في بعض الأشياء كانت مكتبة عدشات أنه أنتوا تتحدثوا عن اليتيم نحن تحدثنا سيدي الكريمة وسيدتي الكريمة عن موارد المالية في العمل الإنساني عموما صراحة وليس فقط اليتيم إنما اليتيم خاصية أنه قد يكون يتيم عمره يوم فبالتالي يحتاج دعم إلى يمكن قد يكون سنتين وبعده والدته تتمكن من نفسه وقد لا تتمكن ويحتاج يمكن حتى عشر سنوات من الدعم والمساهمة والمساعدة فلهذا السبب اليتيم والأرملة دائما عندهم خاصية الحقيقة شكرا جزيلا للدكتور هاني مرة ثانية شكرا للدكتور منعم مرة ثانية شكرا للحضور جميعا ونحن صراحة تقريبا في الوقت النهائي ممكن فقط عشر دقائق إذا أحد يريد أن يسأل أي سؤال للضيوف الكرام فتفضلوا الأخت ملك بتقول سؤالي تفضلي أختي إذا تحب تكتبيه على التشات والساد الضيوف موجودين قبل أن نختم معهم بإذن الله الحمد لله يعني عن التشات الناس تفعل كبير وحضور كبير ماشاء الله وحتى يعني لما كانت الدكتورة تحكي كانت يعني الأعداد بتزيد وليس بتنقص مهتم بالكلام اللي حضرتك يعني تفضلت فيه طيب فيه الأخت ملك بتقول عنده سؤال ما شفت السؤال الحضور حسنا شفت أكثر من مية وعشرة في كل وقت يعني ما نقص صحيح هو يعني بزيده بنا سوى صراحة أن احنا بالأول اعتقدنا أنه الناس تنسحب ولكن تضحنا الناس كلمتنا أنه أسباب تقنية صحيح محاضرات الدكتور هاني موجودة كمان مسجلة موجودة على اليوتيوب عدة مرات اليوتيوب على صفحة رسمية فجيدة لمن يريد الدنيا يطلع على عدة مواضيع وقصص إنسانية مهمة فيتابع قناة الدكتور هاني هو تقريبا الدكتور عنده حلقة أسبوعية تقريبا أقل من ساعة على يوتيوب يوم الثلاثة وبالإنجليزي يوم الجمعة دكتور نعم ودا على الزكاة عمل معادلة جديدة على كيف تصرف الزكاة نعم لأنه عندنا هنا فقهة بس تفضل فيه سؤال كان بيكلمك عن تفضل هو سؤال لحضرتك سؤال للدكتور هاني هل هي أنا؟ هل المنظمات الإنسانية تؤثر على القضايا الدولية مثل الصراعات والتنمية المستدامة إيجابيا؟ هل هناك أثر ملموس أو دراسات بهذا الشأن؟ ممكن إذا كان يعني أنا أقول لك حاجة قضية سورية أعتقد من 30 سنة و4 سنين لما اتحدوا مع بعض وضغطوا على الأمم المتحدة وقالها إزاي أنت بتصرفي 80% في الداخل السوري و20% عند اللجوء والنزوح بدأت الأمم المتحدة تستمع لهم لا بدأ بيحصل ليه ده يا فادي والأخ السائل لما يكون فيه كتلة كتلة يعني مش كان يكون فيه جمعية الوحدات تروح لما نعمل كتلة هنا احنا عايشين في دول بتستطيع نتؤثر على قرار السياسي لما يعودوا مع بعض ويطلعوا بيان متكامل مع بعضهم البعض احنا والأسف ما بنعملش كده فلابد نتعون ننتقل من مرحلة الفردية أو الاستباقية إلى مرحلة الجمعية الجمعوية اللي نطلع في كلنا دول ذلك احنا في المنتدى الإنساني اللي كان شغال وفادي يعرفه عانينا كل المعانناة عشان الناس تفهمنا ما فيش فلوس يعني ايه منتدى الإنساني يعني نعمل أكتمرات يعني ايه نعمل كتل يعني ايه نعمل بيان صحف يعني ايه فخلاص يعني ايه حتى ايه يعني ايه كمان ان احنا نعمل بحث بحث لكن هما بيأثر يقول الساعل ايه بيأثر 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 لما يكون في كتلة واضحة وكان القضية السورية أصبحت جزء دلوقتي من المفاوضات للمجتمع المدني كان المجموعة دول من أربع سنين كنت أنا قاعدين مع بعض كلنا في غزع انتاب في مؤسسة ما اسمه طب نروح المفاوضات ولا ما نروحش المفاوضات ايه ده لانت جاتلك فرصة ذهبية روح واقعد وتعلم ورأيك وروح وكلكم شغالين شغال كمير وروح وكلكم اه ما ينفعش تسيب المجال ده لحد غيرك انت وانت على الارض وانت سحب القضية لا لازم نروح بس لازم نعرف هنروح نقول ايه ونعمل ايه ونكون مع بعض كده لكي نعثر على هذا الامر نعم بحالة الانساني هنا في كندا يضم الجمعيات الانسانية الكبرى يعني يقومون بتأثير كبير على الحكومة الكندية في قراراتها بخصوص قضية الروهينجيا بخصوص يعني الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض القضايا الانسانية الكبيرة وحتى التنفيذ يصير من خلالهم هم يعني مع بعضهم يكونوا كتلة مهمة جدا واثروا في صناع القرار وكذلك استفادوا وكذلك من الدعم للدولة من خلال يعني تنفيذ مشاريع الموضوع المتشينج فانتز يعني اللي صارت في قضية أزمة انفجار بيروت وقضية الروهينجيا وغيرها من القضايا الأخرى هامد موضوع التشبيك والتنسيق في سؤال يعني هل كان في معوقات واجهتموها في التمويل لمشاريع فلسطين طبعا فلسطين مشكلتها مشكلة أمنية استخباراتية في إيصال الأموال عشان ما سنعلم مكتناة مصراحة إيصال الأموال دخول الأموال خاصة في منطقة غزة عمتا يعني كل المؤسسات مش بالدرجة ان في بعض المؤسسات والعياء والعياء أفلت في غزة وسلمت أموالها لمؤسسات أممية بدون ذكر الأسماء هنا الناس بتعاني من إيه بتعاني من أنها ما بتقدرش تخش ما بتقدرش تتابع وغزة أو فلسطين تحت الميكروسكوب فدي طبعا قضية شاكة وكذلك في قضايا أخرى مش بس في فلسطين قضايا الإعلام الكاذب اللي بيحب يصنف اللي بيحب يصنف ويجيب فلان على فلان ويعمل شورة كده وتطلع حاجة تانية وتطلع كل كذب في الآخر وعبشان من تيجي تاخده من القضايا والتصنيف اللي هو على غير معلومة حقيقية في الأرض موجود موجود مش بس في فلسطين فقط في أماكن مختلفة كثيرة جدا لأن فيه دلوقتي أنا يمكن ذكرت ردا على أخونا ناصر ربنا يا جزيد خير أن الإبداع اسمعوها مني أنا عشت الفترة دي أعوز بله مش بس يعني اسمعوه منينا كلنا أستغفى الله عزيزي الإبداع الإبداع اللي قامت به المؤسسات الخيرية العربية والإسلامية في البصنة ما حدث في تاريخ المسير الإنساني على مصدر العالم من هذه الجمعيات التي أتت بخبرات قليلة أو بخبرات كثيرة واجتمعت على أن الشعب المسنوي ما ينزفش أكتر من كده حصل إبداع لكن بعد 11 سبتمبر تغير الحال إلى حال آخر وأصبح دلوقتي تحت المجهر كل المؤسسات الإسلامية والعربية اللي هم نتكلم عنها والأسف يعني فأعنا فيه تحديات كتيرة جدا تحديات يا أخواننا فيه حاجة اسمها تومسون رويتر أو وورلد شيك اللي ما يعرفهاش فيها أكتر من 3 مليون اسم مصنفين وأغلب 3 مليون اسم دول ما يعرفوش إنهم مصنفين تتحك أنت يا فادي دحكة دي أقول لك ما أحب كمل يا فادي هو تم التطرق لهذا الموضوع صراحة قناة الجزيرة عملت تقرير عنه هما ما عرف إذا الناس فهماني ما هو المقصود بوورد شيك وورد شيك يا أخواننا هو مؤسسة رقمني مثل ما ذكرنا نحن موضوع الرقمني روبوت يبحث عن أي إنسان مثلا الآن منعم لا نفترض أنه منعم الآن ملك ولا رئيس في دولة وأنا شتمته فأنا حيجي اسمي مباشرة على اللائحة السوداء لأني أنا شتمت الدكتور منعم فبالتالي أنا كأعمل في مؤسسة خيرية إذا كنت أريد أن أقضم لشراكة حيروحوا يكشفوا على اسمي عن وورد شيك فإذا اسمي أنا داخل اللائحة السوداء المؤسسة كلها قسرة المشروع كاطبة هذا هي ما يتحدث عنه الدكتور هاني وكمان غير كده أغلب معلومات اللائحة التي تشكيها تأفادي هي معلومات من الجرائد يعني ما تقيلة وقال يعني أنا هقول لك حاجة أنا في بلد من بلدان السجن تليلة عشان حاجة اسمها بالإنجليزي Open Ended Sources يعني المجاي المفتوح فالرجل الزابج في المطار قال لي لا تفضل بص مكتوب عندك قال لي خلاص قال لي خلاص بيت عندهم في السجن ليلة الحمد لله ربنا أكرمني كده وإيه بس بإيه وتاني يوم خرقت المحامي خرجني ودخلت البلد كمان وروحت البلد وأنشأنا مكتب وعملنا 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 نعم طيب في سؤال صراحة أنه مستقبل هل هناك مستقبل لنموذج المؤسسات الإنسانية الوسيطة التي تجمع التبرعات خارج دولة المقر وتنفذ المشاريع في خارج دولة المقر يعني هذا نموذج هو صراحة هو السؤال أنه المؤسسات الخيرية التي تجمع التبرعات ولكن مشاريعها خارج بلدها يعني مثل كندا مثل بريطانيا مثل دول الخليج يعني كله أصلا هذا مشاريع خارج بلد وأغلبها فهو السؤال هل هناك مستقبل؟ آه الخطورة في إيه بقى بس أنا مش عايز أزعل أخواننا خارجيين أخواننا بس ناصر ما زعلش مني أن المؤسسات الفديوة الغنية ما لهاش إلا مركز واحد تجمع منه تبرعات لكن مثلا ما ندي المثل إن فيه مؤسسات في أوروبا وأمريكا عندهم 20-30 مركز تجمع تبرعات من 20-30 دولة فتنوع المراكز بيساعد على استمرارية المؤسسة أما أحادية القيادة في بلد واحد يعني مثلا لو كنت أنا في دولة غنية مثلا زي برناي يوم ما تحصل لحاجة ببرناي حتى تفل خلاص لكن لما كنت أنا في برناي وفي ماليزيا وفي أندونيسيا وبريطانيا وفي فرنسا وبلجيكا إلى آخر ففي تنوع لمصادر الدخل وده اللي حصل واستفاد نحن منه لما كنتنا في الأغاثة الإسلامية إن كندا أمريكا بلجيكا هولندا سويسرا ألمانيا وهكذا تنوع مصادر الدخل يا أخي الفاضل مهم جدا نعم دكتور منعم عندك أي شيء على الموضوع لا كان سؤال آخر سؤالة هل أنه غير المسلمين يتبرعون لمؤسسات الإسلامية وهذا تم مرات عديدة سواء كان من خلال الأشخاص أو المؤسسات وأنك مؤسسات عديدة لما تعمل أنت تكون عندك حضور جيد في اليمن وتكون مثلا يعني أكبر منفذ للصندوق الغذاء العالمي فمؤسسات غير مسلمة هنا مثلا في كندا تأتي للإغاثة وتطلب تعاون في تنفيذ مشاريع في اليمن لأن تصبح عندك خصوصية وفهم جيد لطبيعة المكان نفس الشيء في غزة ونفس الشيء في أماكن أخرى وهام جدا التنسيق مع يعني المؤسسات العاملة معك في نفس المجال نحن مثلا في إفريقيا الوسطى ليس لدينا حضور ولكننا نتعامل مع جمعيات أخرى غير مسلمة تنفذ كاثوليكي كاثوليكي يعني تنفذ أنا مشاريع هناك حتى في البدايات نحن صراحة في التسعينات كنا يعني أنا لست حاليا بالإغاثة الإسلامية إننا في تلك الفترة كنا بالإغاثة الإسلامية ونحن صراحة سررنا واتفاجأنا إنه أتتنا مساعدات من غير المسلمين لأننا كنا نعمل في أماكن نحن الوحيدين الموجودين فيها ولكن كانت صراحة للي كان يجو على مكتبنا من عدة أديان للأماني وكان هذا بالنسبة لإلنا يعني إنه هو أثر وضعناه يمكن والله أعلم في تلك الفترة في المجتمع ومصداقية خلت هؤلاء الناس يؤمنوا ويعطونا تبرعاتهم طيب أنا بس أحكي آخر شيء وأعطيكم المجال لنختم بإذن الله في مسألة إنه هل الدول تجمع من دول المقار وتعمل خرج دول المقار وأنا كما ذكرت بريطانيا وحتى كندا وأمريكا ودول الخليج أنا بوجهة نظري المتواضعة إنه أي مؤسسة خيرية يجب أن تعمل في بلدها يعني أن نحن في بريطانيا الآن تقول ما يوجد فقراء هذا الكلام مش صحيح الآن بسبب كورونا في أشخاص موجودين في بريطانيا هو موجود بشكل غير قانوني أنا مش مش مسؤوليتي أنا وضعه القانوني أنا مسؤوليتي إنه هو موجود الآن في حضيقة في حرارة البرد ناء السبعة وما عنده مسكن ولا مأكل ولا مشرب ولا أي شيء فتشاهد في المسألة نعم يوجد حاجة فيجب أن نعمل في البلد الذي نحن فيه وننطلق إلى الخارج وتكون هذا العمل ضمن الشروط اللي ذكرها الدكتور هاني الإنسانية والأخلاقي وإلى ما هناك فهذه الطريقة يكون لنا بصمة في البلد الذي نحن فيه ويكون لنا بصمة في الخارج للاستمرارية بإذن الله ختاما والله أستاذ ناصر أنا انتظرتك كثير حتى أعطيك المجال وأنت ما كنت موجود والآن رفعت يدك وانتهى الوقت يعني أعتذر منك أعطي بس مجال دكتور هاني إذا دقيقة نختم ودكتور منع دقيقة نختم وجزاكم الله خيرا إحنا حنبقى فأستاذ ناصر لو بعدها تبقى تحكي ما عندي منع عايزة نقول يا فد والله أنت تختم في كلمة من عندك يا دكتور والدكتور منع يختم في كلمة لا أنا أنا عدي الكلمة بتاعتي المنعم لأن أنا اتكلمت كثير رب بلاك فتفضلت يا منع يختم بارك الله فيك دكتور أهل بن خلدون أقدر مني على الخطة لا يا شيخ أنا نصيحتي للإخوة لأن أنا بدوري كنت في أدير مؤسسة إنسانية محلية وتنويع مصادر التمويل المهم جدا لا نعول فقط على الدعم الخارجي نعول كذلك على المجتمعات المحلية يعني الخير موجود بجانبك يعني لديه يعني في محيطك لازم تكون لازم عندها تكون عمل البرامج مهم تكون فيه شفافية في التعامل يكون فيه حرافية في موضوع التسويق و يعني اختيار مصادر التمويل بطريقة ابتكارية والآن يعني ونتعامل مع قوانين البلد لأن حتى قوانين البلد كل حتى لو كانت صعبة فيها ضوابط عديدة لكن هناك منفس وهناك يعني يعني مجال حتى لو ضيق قدرين نعمل به ونمول به مشاريعنا الإنسانية وخاصة لما نتحدث على الأيتام موضوع الأيتام من أكثر المشاريع التي يمكن أن نحصل لها الدعم بطريقة يعني أسهل من بقية المشاريع الأخرى ولذلك يا أخواتي الكرام ضروري جدا للاجتهاد وتنظيم يعني وضع برامج استراتيجية واضحة و سياسات دعم قدرات موظفين و لا نحمل هذا القطاع ما لا طاقة له به يعني كل خطأ يقوم به فرد أو مؤسسة تعمل في هذا القطاع تؤثر على كل القطاع الإنساني وهذا شفناه في أماكن عديدة جزاكم والأخير دكور هان لو أحبودك تقول شيء أو أخينا فادي أنا بس أنا نسيت أقولي الوارد اللي بتاعت من سيربنين لابد تقول تعالي عنها يا أخ اتكلمة فادي أنا لابسها النهاردة لشيء في نفسي يا عقوب حاضر هيا هيا عقوب هيا عقوب هذه الواردة هي من صنع أمهات الشهداء في البوسنة اللي استشهدوا في مجرى سيربنينتسا في 1995 واللون الأخضر هو لون التابوت واللون الأبيض هو لون السيدات التي تنوح على أبنائهم اللي يستشهدوا في هذه المجرى فهي وفي رواية الأخرى السلام والحب نعم وفي رواية الأخرى عن مش عارف ابن مسعود ابن علي ابن محمود ابن حسنين السلام والحب نعم إن شاء الله طيب معنى طيب عبادة بس بعد إذنك إذا تفتح المجال لأبو عمر وتفتح المجال للأخ ناصر ونحن الآن رسمياً انتهت ورشتنا من أحب أن يبقى فليبقى ومن أحب أن ينسح براحته عبادة بس فتح بس فتح الان الكاميرات للجميع هو من يحب أن يفتح يعني براحته كمان أستاذ ناصر معك دقيقاتين تفضل السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته يا عم وسهلا أنا سعيد أن أشوف هذه القامات جميعها وأفتخر كعربي كمسلم بوجودكم وبوجود لخاني اللي تعلمنا منها الكثير طيب أنا صار لأربعين سنة تقريبا متنقل ما بين الولايات المتحدة وأوروبا والكويت أنا بالأصل ضابط شرطة درست الولايات المتحدة في 81 فصالي حوالي أربعين سنة واهتميت كثير في القضايا العمل الخيري والعمل التطوعي سويت دراسة على استثمارات دولة الكويت بالخارج هذه الاستثمارات إما تحقق أرباح وهي قلنقول تصل إلى حوالي 61 مليار بحد أدنى إلى حوالي 130 مليار بحد أقصى من أصل الاستثمارات الموجودة وهذه الاستثمارات بأرباحها إما تعفى من الضراء بناء على اتفاقيات معينة بين الكويت وهذه الدول المستثمر فيها أو تخضع للضريبة أي أن كانت إحنا للأسف ما صنعنا اللوبي العربي المسلم كما يجب كما صنع اللوبي اليهودي أو اللوبي الإيراني أو غيره في أوروبا والغرب لو سمحت أستاذ ناصر اتحدث عن اللوبي العربي بدون ما نتطرق إلى أي أسماء أخرى اللوبي هذا طال عمرك اللي أنا أبي أبي يمثل على الأقل قدرات معينة تتعامل مع 53 مليون عربي ومسلم في أوروبا و13 مليون عربي ومسلم في الولايات المتحدة في كندا في المكسيك الهدف شنو؟ بالقانون طال عمرك يحق لنا إذا أنشأنا منظمة غير ربحية مثل ما أنتو عارفين يحق لنا استرجاع جزء من ضرائبنا المدفوعة الضرائب المقدرة اللي تدفعها لكويت حوالي 50 مليار دولار تحت مسميات مختلفة بالشاريتي آكت اللي تعلمتها من البريطانيين قد نسترجع 40% من ضرائبنا فالرقم المقدر حوالي 22 مليار هذه فقط من الكويت غير السعودية وقطر والبحرين والإمارات وعمان وغير الصندوق السيادي المصري وغيره كثير المبدأ طال عمرك أننا للأسف شديد ما استفدنا من هذه العملية ولا استفدنا من أموالنا ولا استرجعناها ولا صنعنا ما نريد كقوة ناعمة في العمل الخيري والعمل التطوعي فجمعت الأفكار هذه كلها واتجهت فيها إلى الديوان الأميري وإلى الهيئة العامة للاستثمار وقدمتها إلى أكثر من مجموعة متخصصة في الكويت وكلهم قالوا نعم هذا شيء مهم جدا ولابد من استثمار فيه رحت إلى لوبي في الولايات المتحدة وقدمت لهم أيضا الفكرة وكان هذا بين الكونغرس وبين الويت هاوس اسمها Livingston Group درسوا المشروع وعطونا كتاب رسمي وقالوا نعم هذا حق من حقوقكم الغريب يطول عمر أننا بالرغم كل هذا إلى الآن ما استفدنا من هذه الأموال ما دعمنا أخواننا في العالم العربي ولا في العالم الغربي ولا في تركيا ولا في البوسنة كما يجب نعم في أعمال خير كثيرة الكويت قاعد تسويها تجارة الثانية بعد النفط لكن أتعجب ليش ما استفدنا من استرجاع ضرائبنا كما يجب السؤال موجه لكم لأنكم عندكم الخبرة أكثر مني السؤال موجه لأخوي هاني كأستاذنا وغيرها من الأخوان شلو الطريقة المثلة اللي تنصحونا فيها كيف نسترجع هذه الأموال وكيف ندعم مشروعاتكم على مستوى العالم العربي وكيف نهيئ كوادرنا وقياداتنا في العمل الخيري والعمل التطوعي وزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم الله خير أخ ناصر ربنا يبارك فيك إن شاء الله ورمضان كريم عليك كلكم إن شاء الله وطبعا أنا رست بأستاذ لكن أستاذي هو عبد الرحمن الصمت رحمة الله عليه وهو أستاذ جيل وأستاذ أمة والشيخ يوسف الحجي رحمة الله عليه كذلك إلى آخر يعني وغيرهم شيخ نادر النوري وغيرهم كثير في الكويت بسم الله هنا مشكلة يا أخ ناصر إن إحنا لابد يكون في مؤسسات قوية ومعتبرة محلية في بريطانيا أو في أمريكا لطلب هذه الأموال يعني وذلك إحنا كنا منتكلم عن أحدية المركزية صحيح الدولة المستقرة الحمد لله ودولة غنية فالمفروض فكرة الجمعيات تخرج لهذه البلاد علشان تستفيد من هذه الأموال وغيرها وإمكانيات غير كده إعلامية إمكانيات ثقافية اجتماعية كل هذه الأشياء اللوبيينج الإنساني اللي بيحصل في العالم ده كله ما بيحصلش من القاهرة ما بيحصلش من الدوحة ما بيحصلش من الرباط بيحصل من لندن بيحصل من نيويورك بيحصل من فاريس بيحصل من فرانكفورت فلذلك المؤسسات الخليجية يعني إذا علمت بهذا الدور لابد أن تستثمر بل في بعض الدول بدون ذلك الأسماء بتقول لمؤسساتها إغلقي مكاتبك في أوروبا نخبر لشيء معين يعني فلذلك هم نتكلم عن إيه يعني إحنا مثلا كمؤسسة وطنية مثلا هم نتكلم عن مؤسسة يا خالص اسمها المنتدر خليل إسلامي صغيرة جدا ممكن فيها اتنين موظفين اتنين موظفين استطاعوا من الدعم المحلي مش فقط الدعم الدولي الكبير النوم السنة اللي فاتت ياخدوا حوالي مية مية وخمسين ألف جنيه يعني تسعتاشر وعشرين وسنة عشرين خلو اللي هو السنة اللي احنا فيها دلوقتي تلتمية ألف جنيه وهي مهم اتنين تلاتة لذلكم عملوا شيء وعرفوا إزاي السيستم ماشي لأن هنا زي ما اتكلمت الحكومة أو زي أخونا فادي وأخونا منعم يتكلموا الحكومة عندها دعم المؤسسات الوطنية تعرف ده أخ ناصر أن المؤسسات المحلية البريطانية داخلها ما لا يقل عن عشرة مليار جنيس ترليني تعرف أخ ناصر أن حجم العمل الخيري البريطاني اللي ما كلوت في الشاريتي كوميشن كان من سنتين أربعة وسبعين مليار جنيس ترليني فقط بالمؤسسات المسجلة في الشاريتي كوميشن فهنا في مليارات طبعا في أمريكا يحدث ولا حرك في فرنسا في ألمانيا وهكذا ولذلك احنا مفروض رؤية وده مفروض أنت رجل يعني بسم الله ما شاء الله ما بين الرؤية الأمنية والرؤية الدولية جزاكم الله خير قول لي الجمعيات اللي عندنا هناك افتحوا مكاتب هناك وفعلوها واستفيدوا من الميز اللي موجودة في مستعزين المجتمعات نعم طالعو أنا قدمنا المشروع اسمه مؤسسة كويت الخيرية العالمية للأعمال الإنسانية تاخد ترخيص من قبل بريطانيا أمريكا أوروبا كوريا اليابان الصين في دول استثمار ومهمتها استرجاع كل ضرائبنا آيبا كل بلد نعم ونقوم بالاتصال في هذه المنظمات على مستوى البلد نفسه يعني بيننا وبين المراكز الإسلامية ننشئ أول صندوق وقفي استرجاع الجزء من الضرائب الفائدة البنكية الحرام يعني وقلنا لهم أن كل دولار تدفعه دولار مقابلة زاد الأوقاف فوق هذا كله ننتجي للأحزاب الحكومات الظل والحاكمة يهمنا على الأقل من وجه تظريعانا شرق السويس الأمن الذي تكلم عنه قضية think tax قضية الموجودة وقضية مثل اوكسفام امليست انتناشنال مدليست ووتش وانت ماشي زاد تحقيق أهداف الأمم المتحدة اليونياتي ديشن ومئة وتسعة وستين هذه كلها طال عمرك اللي ودنا نحن نسعيها خلال فترة القادمة إن شاء الله إذا الله وفق وبالتعاون معاكم وإذا لاستفيد من خبراتكم وأتمنى طال عمرك نبدي دورات تدريبية لإعداد الكوادر والقيادات في العمل الخيري والعمل التطوعي وإذا معاه شهادات علمية أو دورات تدريبية إن شاء الله ربنا بلو فيك كل عام أنت بخير أف الله طاعتكم مبارك عليكم طيب معنا أستاذ صلاح الجار الله فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أيها شيخ صلاح أنا صراحة يعني حبي تشكر الدكتور هاني والأستاذ فادي والأستاذ المنعم على هذه الورشة والندو أنا تابعها صراحة من البداية كتبت معها العديد من الصفحات طبعا في مناحي وفي آفاق تحتاج مزيد من التوضيح أو تحتاج يعني تركيز ولفة الأنظار لكن بالعموم بيظى الله وجوهكم ونشكر الأخوة الحضور على يعني مقترحاتهم ونفتاتهم الطيبة أنا ما نتنودي يعني عندي بعض الكلام لكن أنا إمام مسجد والحين بدخل النسج بلحق عليه اليوم أول ليلة من رمضان نسأل الله عز وجل يبلغنا وياكم شهر الصيام إن شاء الله وينفع فيكم وهي يكون في فرصة ثانية للأخذ بالعطاء يعني أنا قاعد أن نتظر من نص ساعة صراحة بس الآن ضاقة فينا الوقت يعني الله يبارك فيكم آسفين يا أبو عمر الأستاذ صلاح ما في مشكلة ما في مشكلة عام المؤسس الاتحاد رعاية الأيتام أبو عمرك فيكم إن شاء الله الله خير طيب ورشدنا انتهت شكرا جزيلا لضيوفي الكرام شكرا لباتكم شكرا للدكتور منعم من كندا دكتور هاني الله يزيك الخير كتير المجال مفتوح يعني منخلي المجال عشر دقائق ربع الساعة إذا حد حب يحكي أي كلمة وبعدين نقفل بإذن الله السلام عليكم ممكن خضر السلام عليكم أنا من السعودية عبدالعزي العثمان أنا حقيقة عجبت بالمحاضرة من الأول إلى آخر زي ما قال أخونا من الكويت نحن داخل المسجد عشان المغرب الآن باقي دقيقة ودقيقتين الأذان لكن حقيقة أنا مدرب ومستشار خدت شهادة من جامعة أنديانا والحمد لله أنا مستشاره لبعض الجمعيات وكذلك يعني إحنا ندرب للجمعيات على مستوى المملكة أنا أحد المدربين والمستشارين أنا حقيقة أعرف أن الأيتام الناس تعطيه بشكل قوي وكنت أنا سألت السؤال إحنا مثلا عندنا بعض الجمعيات ليست يعني خلنا نقول في أجال الأيتام كنت ودي يعني لو يكون مرة القادمة ليس الآن مرة القادمة يخصص المجال لغير الجمعيات لغير الجمعيات وأنا حقيقة أحد المستشارين وأقدر أعطي إياكم بعض المحاضرات المتخصصة لغير الجمعيات غير الأيتام شاتروا مقدر لكم حبيت أتنى عليكم مبارك الله فيكم أبلج العثمان السعودية الخبر في الأخ محمد رفع عيده أخ محمد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أنا محمد أحمد الدليمي من الأنبار من العراق أياكم الله الله يباري فيكم أستاذ هاني التقينا قبل عامين في إسطنبول كان في ملتقى الشباب القيادي أختصر كلامي بداية أحب أشكر الأخوة القائمين على هذا الملتقى وهذه بورشة الأستاذ فادي الأخوة في إتحاد العاية الأيتام والشكرة أيضا دكتور هاني والأستاذ الفاضل اللي تفضل بالمحاضرة الأولى عذراً يعني لم أدركها حقيقة كمؤسسة الأستاذ الدكتور عبد المنعم كمؤسسة جديدة وناشئة حقيقة نلمس أهمية وفائدة هذه الورش على اعتبار حقيقي يعني الاعتراف بالأخطاء أو بالمواطن القصور هي أولى خطوات التطوير أنه نعاني من قلة الخبرة في مجال الهيكلية الإدارية والتعامل مع المنظمات الدولية وكيفية يعني ضبط إيقاع عملنا مع المؤسسات الدولية ومع الجهات المانحة حتى المحلية ممكن تجربتنا ممكن حجم المشاكل اللي وجدنا نفسنا على يعني في فجأة أنه في وسط زوبعة من خصوصاً بعد عام 2002 و03 وسط زوبعة من الأحداث تطلب دخول إلى ميدان العمل اللي غاتي بشكل مفاجئ وطارئ فبالتالي أكرر شكري لكم حقيقة نحن جداً محتاجين مثل هذه الورش مثل هذه الدورات أعضد على كلام الأساتذة أيضاً اللي تفضلون من المملكة العربية السعودية والأساتذة المحاضرين نحتاج إلى تكتيف الجهود وتكتيف هذه الورش الدورات سواء قامة عبر الأنترنت أو الحضورية وإدامة التواصل لكي نستطيع أن نخرج بنتيجة ومحصلة أن تكون لدينا منظمات قادرة على إدارة العمل بشكل احتراثي ومتقلي لنفع الناس ولتحقيق التمكين والريادة في العمل الإنساني على مستوى العالم الجميع تحياتي ومحبتي لكم ورمضان مبارك على الجميع تقبل الله منكم صحيح الحمد حياكم الله المجال مفتوح الآن نحن انتهت الورش من يريد أن يتحدث حياكم الله خمس دقائق ونقفل يعني سلام عليكم سلام ورحمة الله يعطيكم العافية ممكن بس في عندي تساؤل أو فكرة مثلا فكرة معينة لش للعمل مع الأيتام كونه احنا كمسلمين العمل مع الأيتام مثلا يتطرق أنه مثلا فقط من هي الأرملة يعدوهن هنا بس اللي توفى الأب طبعا أو توفت الأم يعني ليش نحنا ما نتهخل الأيتام مثلا ممكن الأشخاص مثلا الرامل يعني المطلقات يلي أحيانا بتكون الأب لو أنه مية أفضل من أنه وجودة موجودة معهم يعني بيكون بيأثر على الأطفال احنا عم نسمع كثير من أطفال عم يعانوا من الأبهات من الأمهات يلي بكونوا هما أصلا ما هم قدرة على تربية الأطفال هذول أو بتكون مثلا الأم مضطرة تقعد مع زوجها بس فقط ليصرف على أولادها هاي إحنا ليش ما مندخلهم هذول لهم يعني مجال أنهم هن يكونوا داخل مشروع الأيتام يعني فئة معينة هذول المطلقات أو الأولاد يعني أبهاتهم أو أمهاتهم ما عم يديروا بالهم عليهم يعني يكون في مجال لهذول الناس رعايتهم لأن لأن كثير عم يصير فيه تعدي على الأطفال من قبل أما زوج الأم أو زوجة الأب لأنه عم يضطروا أنه مثلا كل واحد بدي يعطيه للثاني وكل واحد عم يرميها الثاني يقصب العنو أنا هاي عم يأثر فيني لأنه من من كم يوم شفنا زوج زوج الأم قاتل بنت والأم يمكن سكتت لأنه ما في مجال إنها ما في مجال يمكن إنها تتب إنها تزدت الشارع يمكن يمكن أن تضطر إنها تتزوج الله يزيك الخير الحقيقة هو الموضوع اللي عم تحكيه موضوع مهم جدا وفي أكتر من مرة يعني حكينا أنه من هو يتيم أو من هو بحكم اليتيم أو من هي حتى بحكم الأرملة وقت لا تكون أرملة مثل ذكرتي قد لا يكون في مشاكل ما بين الطرفين ولكن لعله الزوج مريض لا يستطيع على إعالة العائلة يعني ممكن مثلا أنها تطرق إليها لها إشكالية